اشتركوا في القناة 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 واتتخلصوا باسيك ودائما راح تحكم بهاي المصطلحات مو يعني إثيولوجي ؟ إثيولوجي هو سبب المرض تمام اما بالنسبة للباثوجينيس هي خطوات تطور المرض كيف صار المرض؟ خطوات الي مشي فيها المرض انه والله مثلا دخل الباثوجين فراحت الملاياعها بها جمته فبلشا سليلر او فاسكولر ريسبونس وهي الشغلات المتحدة التي تأخذتها بالإنثليميشن فهي الخطوات هاي القصة اللي صارت هاي احنا شو نسميها باثولوجينيسيس فالباثولوجينيسيس هو خطوات تطور المرض وفيه برضو كمان عندنا الباثولوجيكال فيتشر اللي هي نفسها المرفولوجي هون احنا كيف بنشوف المرض يعني مثلا انه القلب ضخم الكلية زغرة هاي الشغلات كلياتها احنا بنسميها شو المرفولوجي فالمرفولوجي هو عبارة عن التغيرات اللي احنا بنشوفها بالعضاء وبنتي نشوفها بشكل عام بمختلف الاملات تمام هلا بحكولنا انها هاي بوث غرسلي يعني التغيرات اللي احنا بنشوفها باينكت اي عن طريق العين المجردة ماكروسكوبكلي يعني او بالمايكروسكوب كلها هاي التغيرات سواء كانت بالمايكروسكوب او بالماكروسكوب اللي هو بالعين المجردة كلها هاي التغيرات احنا بنعتبرها وبنحكي عنها انها هي شو هاي هي المرفولوجي تاعت المرض هاي هي الشكل المرض تمام إنه والله الإنسان وجه صار أصفر كليت وصارت أبصر كيف هاي التغيرات الشكلية إنها هي إحنا بسميها المورفولوجيا فهدول أهم شيء أول تلت مصطلحات تعرفنا عليهم لما بلشنا الباكم بعدين بلشنا نحكي عن شو بلشنا نحكي عن موضوع الأدابتيشن والأدابتيشن حكي أنه هو تأقلم الخلايا وحكي أنه هو بكون يا إما هايبرتروفي أو هايبربلاجيا أو آتروفي أو متابليجيا كمام الهايبرتروفي زي ما مكتوب عندكم هون إنها هي عبارة عن شو هي عبارة عن increase in size of cell تمام هو تضخم الخلية إنه الخلية بتكبر حجما كمام فشو أسباب زيادة حجم الخلايا زيادة الحجم تاع الخلايا بالعادة بكون بسبب gene activation اللي هو تنشيط لبعض الجينات أو بسبب increase protein synthesis بسبب زيادة يعني خلنحكي تصنيع بعض أنواع البروتينات أو increased organelles production with end cell إنه مثلا بزيد الميتوكنديريا عم بزيد تصنيع مثلا البروتينات جو الخلايا وهذه الأشياء كلياتها برضو كمان hormonal stimulation رح نشوف هنا بعض الأمثلة على كيف إنه الهرمونات مرات مثلا بتخلي الأورجن الضخم زي كيف زي مثلا هلا نحن نشوف أمثلة زي بحالات الحمل كيف بيضخم اليوترس بكل بساطة عن طريق الهرمونات سواء كان هايبرتروفي أو هايبربلاجيا تمام فالهرمونات كثير بتساعد موضوع تضخم يعني اللي هو الهيبرتروفي وبرضو كمان أكيد growth factors اللي هي شو اللي هي عوامل وهرمونات النمو وبرضو كمان increased functional demand وهاي أنتو أكيد خاهمينها وأخدتوا عليها أمثلة اللي هو مثلا زي القلب لما يزيد العبق عليها أكيد القلب حكيه نوتيها إنهو بتضخم لزيادة العبق اللي بصير عليها برضو كمان الناس اللي بيلعبوا بيروحوا للجم وبيعملوا عضلات وكذا هدول الناس برضو كمان بتلاقوا إنه ليه الحضلات مضخمة أزا أداب كيش يعني لا demand و يعني زي ما تحكوا increased functional demand اللي بيثير علي العضلات إن العضلات كثير بزيد الشغل عليها ومن كتير من بزيد الشغل عليها بتلاقوا إنها شو ضخمة تمام فهاي برضو كمان تعتبار أحد أمثلات الهيبرتروفي أوكيه؟ تمام فبحكولنا إن هدول هم أسباب الهيبرتروفي أهم إشي إنكم تكونوا شو عارفينهم وحافظينهم هلأ بناخد أمثلة على الهيبرتروفي هلأ فيها أمثلة نسميها physiological يعني طبيعية وفي عندي أمثلة pathological يعني مرضية فهم بدنا نشوف أعضاء متضخم بالجسم بحالات طبيعية بسبب الهيبرتروفي وهم بدنا نشوف أعضاء متضخم بس بحالات مرضية برضو كمان بسبب الهيبرتروفي هلأ الفيسيولوجيك هالإكزامبل فيها أنا أول شيء زي ما أحكيت لكم الناس اللي بلعبوا رياضة وبروحوا على الجم وبيعملوا عضلات كيف العضلات بتصير عندهم؟ بكل بساطة إنه بصير فين بصير فين على العضلات عضلاتهم كتير بزيد الشغل عليها فعشان هكي هي شو؟ عشان هي تضل تقوم بوظيفتها بتضل تكبر حتى تقدر تعمل هاد الأدابتيشن تمام؟ فهذا هو أول مثال ثاني مثال اللي هو زي ما حكينا الهرمونات تطلع بتنزل بجسم الإنسان سواء عند ذكورة ورئينات وهذا الإشي مثلا بعمل البلوغ الحمل الولادة كل هاي الشغلات تكون شو؟ بسبب الهرمونات فعشان هيك مثلاً عندنا هون الهرمونات عند الفيميل مثلاً خلال الحمل خلال البريكدنسي بنلاحظ إنه بيكون أكيد فيها إنه تضخم متوسع باليوترس اللي هو الرحم فهذا التضخم كيف كبر اليوترس؟ بكل وساطة عن طريق الهيبرتروفية إنه عن طريق الهرمونات هذا الإشي يحفز الخلايا إنها هي تكبر بالحجم تمام؟ فهون الخلايا رح تكون تكبر بالحجم هلأ لقدام رح نعرف إنها هي برضو كمان بتزيد بالعدد بس إحنا هلأ خلينا نحكي إنها هي لهلأ إحنا بنعرف عنا إنها هي شو؟ تكبر بالحجم هلأ 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 نكون خلصنا من الأمثلة الفيسيولوجية اللي هي الطبيعية اللي بكون فيها تضخم سواء هتحمل يعني وضع طبيعي أو عضلات يعني برضو كمان مش إشي مرضي هلأ هلأ رح نحكي عن الأمثلة المرضية اللي هي بتهمنا طالما إحنا هلأ بمادي تباثهم معناها البثولوجيكال إكزامبل هم اللي بيهمونا بالإشي الأكتر هلأ زي ما أنا وقت ما شرحت لكم للناس اللي كانت تحضر معي أو للناس اللي ما كانت تحضر معي هاي خلينا وضهركم إياها إحنا عنا القلب مثلا هو بيكون عبارة عن الفنتريكل والأتريام تمام؟ اللي تحت هم الفنتريكل فهي في عنا هون مثلا الفنتريكل أوكي هو هذا اللي بيهمني يعني هلأ من دي أوكي هلأ بيحكو لنا إنه لما يكون في عنا دي أنا مثلا هلأ من الفنتريكل ماشي الدم بيجي آخر إشي من الأتريام اللي هو الفت أتريام وبينزل على الفنتريكل عن طريق الفالف اللي هون بعدين بيطلع لكل الجسم عن طريق الأورطة صح؟ هلأ لو المريض كان في عنده والله هون زي ما تحكو شو اسمه؟ مشكلة بهذا الصمام تمام؟ وكان في عنده هون الفنتريكل يعني زي ما تحكو مشكلة عبر ما يوصل الدم علشان الصمام هون خربان أو لو الإنسان هون عند الأورطة كانت عنده هايبرتنشن وارتفاع ضغط دم والليفت أتريكل كان بيواجه صعوبة بإنه بيطلع الدم لفوق هاي الشغلات كرياتها بتخلي الليفت أتريكل يزيد الدماند عليه ويزيد اللي يبق عليه سر يتعب أكتر وهو عم بيطلع الدم منه سواء كان بسبب مشكلة الصمام اللي فوقيه أو بسبب مثلا إنه قدامه في كتير ممانعه في هايبرتنشن وفي ضغط كل هاي الشغلات رح تزيد العبق هون على شو على الليفت فنتريكل بتخليه كتير يتعب وهو عم بيشتغل بشغله فهذا الإشي رح يعملي تضخم بالقلب احنا شو بنسميه اللي هو مش مكتوبة هون بس هي بشكل عام هاي بنسميها يعني إنه إحنا في عنا هارت فيلر تمام؟ فالهارت فيلر اللي هو فشل القلب بيكون كتير دائما مصاحب اللي هو عنده القلب حجمه كتير متضخم ليه؟ لأنه القلب ضايف وما عم يقدر يقوم بوظائفه فعشان يقدر يقوم بوظائفه فبيروح شو بالضخم زي هون عنا حالات الناس اللي عندهم أورتك فالب ديسيز أو الهايبرتنشن تمام؟ زي ما حكينا لو أنا فييندي مشكلة بالصمام الأورتك فالب أو فييندي هون هايبرتنشن فهاي الشغلات كلها شو أنا هرسني كتير خربشت تمام؟ نرجع نرسم القلب هاي أربعة حجرات وهي فييننا هون بدي يضخ الدم للأورتك فالب والبعدين للأورتة لو الأورتك فالب خربان مثلا ما عم برضى يطلع الدم من خلاله أو الأورتة مثلا ضغط الدم فيها كتير مرتفع هاد الاشي بزيد لعبق على تمام؟ فبصير فييندي شغل على الميكارديال الميكارديال شو بصير فيها؟ بصير فيها هايبرتروفية تمام؟ طيب هلأ تاني مثالة عندنا برضو كمان بالقلب اللي هم بحالات الميكارديال انفارتن اللي هي بحالات الجلطة القلبية هلأ بحالات الجلطات القلبية شو اللي بيكون بالضبط عم بصير عنا؟ اللي بصير عنا انه برضو كمان مثلا هاي القلب أوكا بكون كله عم يوصل لتروية وكله عم يتغذى وكل أموره تمام تمام لنفترض انه فيه مثلا هون coronary artery جاي يغذي القلب وصار فيه مثلا إيش؟ occlusion وقف ومثلا هنين اغير اللون مش عارف اذا اتغير بس أوكا عارف مش كلما اتغير أوكا طيب اتخيلوا لي انه هون الاخضر هي خلايا قلب ميتة تمام؟ فاتخيلوا انه هاد هو عبارة عن خلايا قلب ماتت أوكا طيب والإنسان جلط ما مات ضلوا عايش بعدها شو بصير؟ شايفين هذه القطعة من القلب اللي انجلطت؟ هلا عشان احنا نعوض مكانها فشو بنروح بنعمل؟ بنجيب باء الخلايا أوكا نرجع للأحمر بروحوا باء الخلايا اللي عايشات الموجودات مثلا هون حواليها شو بروحوا بعملوا؟ بصيروا يزيدوا بحجمه حتى يعبوا مساحة مكان الخلايا اللي ماتوا بعد الMI اللي هي الجلطة القلبية تمام؟ فهاي هي فكرة المثال الثاني احنا هذا بنسميه يعني زيادة بحجم الخلايا بتكون تعويضية تمام؟ فهايحنا شو بنسميها؟ Combenzatory enlargement of the residual viable cardiac myocyte هلا الويبل معناها لساتها عايشة cardiac myocyte اللي هي الخلايا القلبية فهون الخلايا القلبية اللي ضلت عايشة بعد الMI اللي هي الجلطة القلبية شو بصيروا يعملوه؟ بصيروا يعملوا لي Combenzatory enlargement انهم هما بصيروا يكبروا بيعبوا لي هاي المساحة تمام؟ وبرضه كمان في عندنا بسبب hormonal stimulation هاي حالة مرضية تمام؟ بكون فيها growth factor اللي هي هرمونات النمو كتير بزيادة فشو اللي بصير هون عندنا؟ فبصير الانسان متضخم فالجياغنزم والاكرومقلي معناهم شو؟ اللي هو تضخم الانسان تمام؟ فهيكا احنا خربشنا كتير يعني بس نجاله تكون مضحة لهلا فكرة وكل امثلة الhypertrophy اللي مرأت معكم تمام؟ هم مثالين طبيعيات اللي هو مثال العضلات ومثال الحمل وثالت امثلة مرضية اللي هم اتنين بالقلب تماشرحت لكم ايام واحد اللي هو تضخم اللي هو الانسان بيش تضخم اللي هو شو؟ الجياغنزم والاكرومقلي تمام؟ هلا رح نحكي عن تاني نوع من انواع الادابتاشن هلا احنا خلصنا الهلا اول نوع اللي هو شو؟ ماشي؟ هلا خيانا الهايبرتروفي هو زيادة حجم الخلايا والهايبربلجيا هو زيادة عدد الخلايا فاهدا اللي هلا رح خلصنا منه هو الهايبرتروفي وبدنا نبلش بالهايبربلجيا اوكي؟ هلا الهايبربلجيا يا اعزائي معناها هو شو؟ معناها هو زيادة في عدد الخلايا increase the number of cells in organs بزيد عدد الخلايا عندنا هون اوكي؟ تمام هلا هون كيف طيب بزيد؟ بايبرودكشن او في نيوصل عن طريق انتاج خلايا جديدة عن طريق شو؟ عن طريق الستيمسل تمام؟ عن طريق الستيمسل بنصير ننتج خلايا جديدة فهون الفكرة انه انا في عندي خلايا جديدة عم يتم انتاجها مش بس انها خلية موجودة وعم تكبر اوكي؟ هلا في الها اوكي امثلة اوكي في الها امثلة في الها امثلة باثولوجيكال اوكي هلا اول اشي هنبلش بالامثلة الفيسيولوجيكال اللي هي الحالات الطبيعية اللي ممكن نلاقي فيها زيادة بعدد الخلايا زي شو؟ اول اشي بسبب الهيرمونالستيميولاشن اللي هو الفيميل يوترس تمام؟ هلا اليوترس هده ما حكينا فوق بحالات الحمل رح يكون عم بتضخم بالهايبرتروفيه هذا الاشي فوق حكيناه وبرضه تحت بحكو لنا اليوترس فهذا الاشي صحيح اليوترس بالحمل بكون عم بكبر حجمه عن طريق شغلتان يهم الهايبرتروفي والهايبربلجيا اوكي؟ تمام وبالنسبة للبريست هاده كثير مهم دكتورة غادة ممكن كثير تبيلكم عليا اسئلة بالانتحانات سيحكيلكم باللهي البريست كيف مثلا بتضخم سواء بحالات الحمل الولادة الرضاعة كله او البلوغ مثلا كيف البريست بيصير فيه انلارشمنت كل بساطة عن طريق الهايبربلجيا فلاحظوا انتوا معي انه اليوترس انلارشمنت عند الفيميل بكون يتضخم بالهايبرتروفي وبالهايبربلجيا اما البريست بس عن طريق الهايبربلجيا اوكي؟ تمام هلا برضه كمان في مثال كثير مهم على موضوع الهايبربلجيا وهو الليفر هلا حكيتلكم اياها انا وبنعيدهم ازيدها انه الليفر هو عبارة عن الورغن اللي هو زي هيك هذا فيه قدرة كثير هائلة على موضوع الهايبربلجيا اللي هو انه يزيد عدد الخلايا فيه فاحنا لو انسان بدي يتبرى على انسان بجزء من كبده فبنروح مثلا بنقص هذا الجزء بنعطي هذا للانسان الثاني والجزء اللي هون بصير يرجع يتكاثر وبرجع بيعبيلي هاي المساحة كاملة وبرجع عند الانسان الليفر تحته طبيعية وبتكبر وكل امورها بتكون تمام تمام كه؟ فهاد مسائل كثير مهم انه الليفر لو قطعنا منها جزء بروح الجزء اللي ظل موجود بيرجع بكبر ويعوض لمكان اللي راح فهاي تعتبر شو؟ برضه كمان كومبنزتري فسيولوجيكل هايبر بليجيو تمام؟ يعني هون هايبر بليجيو بتكون طبيعية اوكي؟ ليش طبيعية؟ لانه الانسان اللي اخدنا منه الليفر كان طبيعي وما كان ماله اشي تمام؟ اوكي هلا راح نحكي عن الامثلة الباثولوجيكل اللي لها دخل شو بالهايبر بليجيو اليوم ما عندنا احنا مثالين هلا اول مثال اللي هو برضه عندي الفيميل ماشي اللي هو هاي اكيد دكتورة غادة اكيد هجيبلكم على هكيس تمام؟ دايما بتجيب هاد السؤال هلا امم مثلا نفترض واحدة كان مثلا عندها امم هذا سؤال يعني هي جابته دايما بتجيبه كيس انه بكون في عندها شو؟ امم هموريج بس مش الوقت المنستر البريد شو هاد احنا نسميه؟ نسميه الامنورية والامنورية هاي شو بكون سببها؟ الي هو الاندومتريال هايبر بليجيو ان الخلايا اللي مبطنة العبطن الرحم هاي بكون فيها شو؟ بصير فيها هايبر بليجيو بتكون كتير عم بتزيد فهذا الشو ممكن يعمل لها شو؟ نزيف هاد الانزيف احنا نسميه اممونورية هاي الامنورية شو بيكون سببها زي ما حكينا؟ هورمونال استيميولايشن! هون لهيرمونات حفزت الخلايا انها تزيد فصار في عندنا شو؟ هايبر بليجيو هلأ هذا المثال عند مين؟ عند الفيميل هلأ الميل شو ممكن يكون عندهم؟ ايش كتير كتير شائعين تقريباً كل الإسلام لما يكبروا بصوروا عندهم اللي هو شو؟ اللي هو الـBnign Brostatic Hyperplagia دائماً الإسلام كبار عندهم تضخم بالبروستات تمام؟ ليش؟ ليش هذا التضخم؟ أو شو الممكن نزم اللي ضخمت عندهم البروستات فيها؟ كل بساطة عن طريق الـ Hyperplagia تمام؟ فالـ Hyperplagia هي اللي بتعمل تضخم بالبروستات شو سببها طيب؟ كل بساطة الـHermony Stimulation كه؟ تمام؟ وبرضه كمان عندنا مثال مهم لموضوع الـ Hyperplagia اللي هو الـWound Healing اللي هو التئام الجروح هلأ بنعرف مثلاً إحنا لو هايك سطح الجلد وصار فين بهيك جروح تمام؟ هلأ فيه خلايا رح تيجي من هون وخلايا رح تيجي من هون اللي هو بطبقات الـDermas والـEbydermas ويسكرون لي مثلاً هاد الجروح هلأ تكاثر الخلايا من هون ومن هون عشان يسكرون لي هاد الجروح كيف بكون يعني أو شو الأعليه اللي بزيد فيها الخلايا كل بساطة عن طريق الـHyperplagia اللي إحنا أساساً هلأ شو عاديين بنحكي فيه هلأ خلونا نبلش بتالت إمثال أو تالت نوع من أنواع الـAdaptation إحنا حكينا للهلأ اتنين اللي هم الـHypertrophy والـHyperplagia الـHypertrophy كانت زيادة حجم الخلايا أما الـHyperplagia كانت زيادة عدد الخلايا هلأ رح نحكي عن الـاتروفي اللي هي نقص عدد أو حجم الخلايا تمام فالـاتروفي بتشمل لتنين نقص العدد وبرضه كمان نقص الحجم الخلايا تمام هلأ إشي طبيعي هاد إنه هو رح يكون أسبابه عكس أسباب الـHypertrophy والـHyperplagia يعني الـHypertrophy والـHyperplagia مثلاً كان يكون سببهم والله إنه زيادة الـ Demand أو يعني بشكل عام زيادة الاحتياج لهذا الأورغان أما بالنسبة للـاتروفي إنه إشي عم يضمر ليش عم يضمر؟ بالشكل عام أكيد إحنا ما نكون مع عم نحتاجه ما عم نحكي نستخدمه زي مثلاً لما واحد يضل فترة طويلة مثلاً رجلية مشلولة وما استخدمها فشوي شوي رح تلاقوها شو عم تضمر كثير وعم تصغر أي عضلة إنت ما بتستخدمها بجسمك لحالها رح تصغر أي عضلة إنت بتمرينها وبتتعب عليها وتشتغل عليها فتضخم سريع عندك عضلات صح؟ فضمور العضلات أو الضمور أكيد مش بس العضلات ضمور بأي إشي بالجسم إحنا شو بنسميه اللي هو الأتروفي فهو يعني صغر وضمور بحجم الخرية والأورغن كامل ككله هلأ كأمثلة بصراحة ما في عليه أمثلة بالسلدات بس حكولنا فيه شغلتين مهمات أول شي إحنا هون كيف بتموت الخلايا وبرضه كمان عن طريق حكولنا شو أسباب الأتروفيين شو الشغلات اللي بتخلي الخلايا تصغر بشكل عام أو تموت تمام؟ هلأ أول إشي اللي هو شو ديكريز اللي هو ديكريز ويركلود إنه زي ما أحكيت لكم الجزء الذي لا يستعمل يضمر إنه إنت مثلا ما عم تشتغل عليه ما عم تحركه كذا هاي شغلات كرياتها ممكن هي تخلي هذا الجزء يضمر تمام؟ فبيحكولنا إموبيلايز مصل اللي هي العضلات اللي إنت ما بتحركها إموبيلايز يعني ما بتحركها أي شيء إنت ما بتحركه إنا بريلسز بريلايز لمب يعني بالجزء المشلول من جسمك هذا شو أكيد رح تلاقي فيه أترف رح تلاقي فيه ضمور برضه كمان ديكريز اللي هو قلة أو عدم كفاية المغذيات بشكل عام أي جزء مثلا في عنده هايبوكسيا قلة بالتروية عنده مصول أكسجين أو مصول دم كلها هاي شغلات ممكن هي إنها يشوه تعمل للمريض إنه يصير في عنده ضمور بهذا الورغن برضه كمان برضه كمان الديكريز بلد سبلاي خاص نص هلأ النيوتريشن بشكل عام ممكن أنت تكون أساسا ما عم تاكل فما عم يوصل النيوتريشن بالدم فأنت مثلا صار في عندك أترفي أما هون لأ ممكن أنت النيوتريشن تاعك منيح وموره تمام تمام وكل إشي يعني منيح بس اللهم ما في بلد سبلاي لهذا الورغن مشكل منيح بسبب جلطة بسبب أكلوجين شغلة عمدة إنها هي شوه قللة التروية الدموية لهذا الورغن تمام فسواء الورغن هذا مثلا ما وصلوا مغذيات بسبب الدم أو أساسا إنسان ما بياكل كلها هاي شغلات تعمل لأترفي تمام برضه كمان موضوع الأيجينج اللي هو الشيخوخة والتقدم بالعمر ممكن يعمل ضمور ببعض الأضاء عشان هيك أكد أنتم ممكن بتشوفوا مرات إنه كثير شغلات مثلا مع العمر تكمش أو تصغر ورح نداء اليوم عليها مثال اللي هو القلب القلب عند كبار سفن كثير بتلاقوه شوه بيصغر تمام في حال كان عندهم مثلا هارتفيلر أوكي بتضخم بس بالوضع الطبيعي إنه هو شوه مع العمر القلب بصغر ورح نحكي هاي اليوم عنها إن شاء الله نهاية المحاضرة وكي؟ تمام فبرضه كمان loss of endocrine stimulation هلأ دائما كلمة endocrine شو بتعطيكم يعني معنا معناها هيرمونات تمام أو هي بتلمح يعني بشكل عام عن الهيرمونات فهوان الفكرة هي زاي إنه أنا شو بيكون في عندي نكون في عندي loss of endocrine stimulation يعني ما في هيرمونات عم يعني يعني زي ما تحكوا بتشتغل هون فعشان هيك رح نلاقي إنه الإشي عم يضمن تمام هلأ إحنا لما كنا فوق نحكي كنا نحكي مثلا هرموني مثلا بعمل enlargement باليوترس بعمل enlargement بالبروستات بعمل بالبريست مثلا وهكذا تمام أما هون لا هون العكس هون لما نفقد إحنا الهيرمونات بصير الأورغان يصغر فكل ما كان في هيرمونات بتروح لهذا الأورغان بنلاقيها عم تضخف وكل ما كان في هيرمونات أقل بهذا الأورغان بنلاقيها إنها هي شو عم بصير فيه أتروفي وعم بضمر أوكي؟ تمام هلأ إحنا حكينا إن الأتروفي بيشمل شغلتين إنه الخلية عم تصغر وبرده كمان إنه الخلية عم بتموت تمام؟ هلأ اللي حيصير هو كالتالي إنه مثلا أوكي في ضل سبب ما نقشنا هلأ بنحكي عنه بس بشكل عام إحنا الأتروفي فكرتنا فيه إنه إحنا قل مثلا الهيرمونات اللي بتوصل لهذا الأورغان أو قل الدم اللي بيجي أو قل النيوترشن اللي بيجي كل هاي الشغلات إنه فيه قلة بشغلات عم تجي للخلية فالخلية بتبلش تتأذى وتبلش تصغر بعدين شو بصير؟ بعدين اللي بصير إنه بتموت تمام؟ فإحنا بنحكي إنه قلة فيه حجم أو عدد الخلائية كيف بيكون نضوع؟ أول إشي بيكون فيه قلة في حجم الخلية نفسها إنها هي بتصغر بعدين بصير فيه إنه قلة بعدد الخلايا من خلال إن الخلايا رح يصيروا يموتوا تمام؟ طم كيف الخلايا هون رح يموتوا؟ عن طريق الابوفتوسس أول شي شو هو الابوفتوسس؟ هو موضوع اليوم إن شاء الله رح ناخده و رح نقس له إنه كيف الخلايا بتموت بس هاي بتكون الخلايا هي بتموت حالها لحالها إن ما فيه شعم بيحاجمها بيكون إشي إنه الخلايا بتموت حالها لحالها تمام؟ مفرض أكيد كلكم متعرف شو يعني بعد أكمل يوم بتحانكم و برضو كمان عن طريقة يبكويتن بروتيز باثوي بروتيوزون سري باثوي هاي برضو كمان ميكانيزم بصراحة اللي بدل تفاصيلها موجودة بالسجدات بس احنا هلا عاملين مراجعة يعني فانتو يكفي انكم تعرفوا ان هاي الباثوي ممكن من خلالها ان الخلايا تموت بوضوع الاعتروبي و برضو كمان الاوتو فاقوسيتوسيز اللي هو البلعمة الذاتية ان الخلية اساسا تعمل فاقوسيتوسيز بتبلعم حالها لحالها تمام طبعا الاوتو فاقوسيتوسيز هادي يعني اصلا حالها برضو كمان بس اي حد بدو تتوسع فيها اي تنك الها كمان سلايد بالمندة بس هي فكرتها انه بكون في عندي بلعمة ذاتية للخلايا و اقول هدون الطرق ممكن الخلايا فيهم شو تموت بالاتروفي و كم اه تمام هلا بس ضل في عندي سبب من اسباب الاتروفي ما حكيان عنه لانه هون هو موجود اللي هو شو اللي هو هيو اللي هي دي نيرفاشن هلا مرات انا دهونت مثلا ماينر اللي هو العصاب هلا اللي كان يكون عن جد انه مثلا تلاقي فيه جزء مشلول ما بيوصل العصاب المسؤول عنه فعشان هيك بتلاقوا فيه ضمور كتير وصغير كتير 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 و كتير مثلا العضلات مثلا اللي كان نيرف هذا يغذيها لن بطل نيرف هذا يغذيها ضمرت وبطلت تشتغل وبطلت يعني صارت كتير صغيرة فهذا برضو كمان مثال على الاتروفي او سبب من اسباب الاتروفي اللي هو شو نيرف اسبلاعي ان النيرف بطل يغذي مثلا هاي العضلة فهاي العضلة بتروح شو بتعمل ااتروفي وتضمر وبطلت تصغر هلا اه 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 نوع من انواء دابتاشن احنا هلأ كامل معه وخلصنا هلأ خلصنا الهايبر تروفي والهايبر بليجيا والاتروفي والميتابلاجيا هلا أضايل بس على الأخير اللي هو المتابلاجية أساساً شو يعني متابلاجية؟ متابلاجية معناها إنه خلي عم تتحول من نوع لنوع آخر تمام بس ضروري تكون من نفس الكاتيجوري يعني لو كانت مثلا ابثيليم تتحول لابثيليم من نفس يعني ابثيليم تتحول لابثيليم مثلا ممكن تكون سكوامس ابثيليم تتحول لكلو من الابثيليام وهكذا فهنتو كيف؟ مستحيل البناطة بس بدا تعفلację بمضاق متابلاجية colors نشوفها مع بعض. هلأ المتابلاجية اول شي شو معناها هي معناها انه هي عبارة عن اشي ريفيرسبل يمكن رجع فيه واساسا فيه هو معلومة احنا قرأها انه كل التغيرات اللي عم نحكي فيهم بكل هاي الجدول وكل التضخم بالضمور وكل هاي الشغلات كل اياتها عبارة عن شغلات ريفيرسبل وبترجع مع الوقت زي ما كانت كلها تمام? حتى المتابلاجية انه خلية مش تتحول من نوع لنوع اخر برضو كمان هاي تعتبر شو? برضو تمام؟ فالمتابلاجية هي عبارة عن ريفيرسبل تشينج انوات ان ادلت سيل تايب يعني الخلية سواء كانت زي ما مكتوب وهي اميثيليل او ميزين كيمل بغض النظر شو كان نوع الخلية فهي بتكون اس ريبلايست باي ان ادلت سيل تايب يعني بتم استبدالها بخلية تانية تمام؟ هلأ رح نقرأ هون امثلة هلأ بامثلة فسيولوجيكل بصراحة ما كان فيه بسليلاتكم عليها بس في كتير امثلة ماشي؟ تعالوا نشوفهما بعض اللي هو السكوامس متابلاجيا تمام؟ السكوامس متابلاجيا اللي وين موجودة؟ انترس بايرتري ابيسيليم هلأ بتكون عندي الناس المدخنين اكتر اشي تمام؟ برضو كمان مش عندي الناس المدخنين عندي الناس اللي عندهم فيتامين اي ديفيشونسي هدول الناس يا اعزائي هلأ احنا بتعرف انو هيل تراكية وفي هنا تومين برونكاي وبكون فيه اندي برضو كمان اريا اوكي؟ تعالوا هلأ اللي بصير هون عند هدول الناس هو انو بكون الواحد كتير عم بيدخن لما يدخن بصير في عندي هون اريتيشن وين؟ على التراكية على القصوات الهوائية فلما يصير في عندي هون اريتيشن فالخلايا اللي هون موجودات ماشي بالتراكية بيبطلوا بيقدروا يتحملوا هذا الريتيشن فشو بروحوا بعملوا؟ بكل بساطة بروحوا بتحولوا من النوع اللي هم متاعهم اللي هو الكولومينر بروح بتحولوا لشو؟ لسكوامس تمام؟ فعشان هيك احنا نسميه سكوامس متابليجيا يعني الخلية تحولت من الكولومينر لسكوامس ليش؟ لانه السكوامس بيكون عبارة عن طبقات فبعض وبكون يعني اكثر قدرة انه هو يتحمل الدخان اللي داخل على هاي الرياة تمام؟ فالناس المدخنين بنلاقي انه رياتهم فيها فيها متابليجيا انه الخلايا تحولت نين شو لشو بتكون الكولومينر اللي اساسا هي موجودة راحت واجه بدالها السكوامس فاحنا شو بتسميه؟ سكوامس متابليجيا زي ما حكي انا بكون عندي الناس اللي هو هاي السموكرز مدخنين وبرضا كمان عندي الناس اللي عندهم فيتامين اي ديفيشونسي اوكي؟ تمام؟ اوكي هلا فينا برضا كمان امثلة تانية برضا كمان بتكون بالثيروجيكل على موضوع المنتابليجيا اللي هي شو؟ اوه اللي هي بسبب هاي البكتيريا اوه اللي هي زي ما تحكو هاي انشكشن ممكن يكون موجود بالكلية هذا الاشي ممكن يعمليه متابليجيا بخلايا الكلية فالكلية ممكن يكون في عندها متابليجيا بسبب وجود مثلا حصوة بالكلية وضل في تركتير طويلة فهذا الاشي ممكن مثلا يعني يحول الخلايا اللي هناك انهم هما يصيروا اكثر قدرة انهم هما يتاقلوا مثلا مع هاي الستون اللي اساسا هي موجودة او برضا كمان هذا النوع انشكشن ممكن يكون بالكلية اللي هو الاوفا تاعت بالهارزيا كل هاي الشغلات وجودها مثلا بالكلية ممكن تعمل زي ما تحكو بتابليجيا بالخلايا الموجودة هناك تمام؟ اوكي وبرضا كمان في هنا اشي كتير مهم اللي احنا بنسميه شو اللي هو الكرونيك جاستريك ريفلاكس اللي هو يا اعزائي انه بكون في هنا احنا الاسوفيغاس اللي هو المريء هلا المريء شنو على الخلايا اللي موجودة فيه المريء الخلايا اللي موجودة فيه بتكون هي شو سكوامس اوكي طبعا هلا بعدين ننزل بعد المريء بنلاقي عندنا شو هون المعدة تمام؟ اعتبروها معدة هلا هاي هي معدة احنا بتمام هل المعدة شون هاي الخلايا اللي موجودة فيها كولومنال هلا المعدة اش فيها؟ فيها اشتي ال اللي هو الحمض هذا الكتير قوي صح؟ طيب والمريء فيه اشتي ال لا هلا الاشتي ال هو حمض كتير قوي وكاوي وبهضم الطعام وبيخبص طعام كتير يعني فهو كتير قوي وأساسا الله يعني المعدة اللي متحملاه وفي كتير امراض بمرافة بالمعدة بتصير منورة هذا الحمض القوي كتير فنفترض الاشتي ال مشك حالو واطلع على سكوامس اللي هو عند المريء هل السكوامس زي الكولومنر بيقدر يتحمل هذا الاتشتائل كل بطاة لا تمام فإذا الاتشتائل هذا اللي موجود هون راح مسك حاله وطلع عن المريء فهون راح يصير في عنا شو متابليجي بالمريء السكوامس اللي هون راح تتحول كولومنر زي تعالي المعدة فبصيروا خلايا المريء زي خلايا المعدة بصوروا الاثنين كولومنر فيندو كيف مدى هذا الحكي لما يكون فيه نعندي كرونيك غاستر كريفلكس الكرونيك غاستر كريفلكس اللي هو المرض اللي بيكون فيه دي محتويات المعدة تقدر فيه ترجع على المريء تمام؟ فهون المريء بنزعج بيكون فيه دوكتير إيريتيشن فبصير يعمل متابليجي للخلايا تعالته وبصيروا كولومنر زي خلايا المعدة أوكي؟ تمام أوكي فهذا هو المثال من قبل الاخير اللي هو شو؟ اللي هو الكرونيك غاستر كريفلكس أوكي؟ تمام هلا آخر المثال هو الميوسيز الميوسيتس أصفاقنس هلأ شو هي الميوسايتس أسوفيكنس؟ بكل بساطة هاي لها صور بسليداتكم ضرورة تكون انتم شفتوها انه بكون في عندي مسل وبنص البسل بصير يطلع بون تمام؟ هلأ هذا مرض اش اسمه؟ الميوسايتس أسوفيكنس هلأ برضو كمان هون هادو يعتبر من تابليجية ليش؟ لانه احنا عم نحكي هون هلأ كل الامثلة اللي فوق كنا نحكي عندهم بالبيسيليم بس هون لأ احنا عم نحكي عند الكنيكتف تيشو هلأ الكنيكتف تيشو له مليون ألف نوعين كثيرا من ضمنهم البون والمسل المسل اللي هي العضلات تمام؟ هلأ في بعض مثلا الناس ممكن يصير في انتم تراما أو بعض اسباب مثلا مرضية ممكن انه المسل خلايا المسل يصيروا يتحولوا لبون تمام؟ فبتلاقي العضلة خلاياها بلست تتحول لبون فلو نشوفها بالإكسري بيكون عضلة طبيعية بس طالع مثلا بالنص هيك اشي كتير مثلا رحيكون لوسنت يعني كتير ابيض انه هادو بيكون ديبون طالع بنص المسل لانه خلايا المسل تحول لبون تمام؟ هادو برضو تمام احد امثلة المتابليجية تمام؟ اوكي طبعا هادو كلياتهم كلياتهم بيكون شو بيكون ريفيرسابل كلهم يمكن رجع فيهم يعني انه الانسان اللي كان في عنده هذا الانسان شو عادي بكل بساطة لما هو يبطل المحتويات المعدة عنده وتطلع للمريق هون رح يبطل عنده متابليجية نفس الشي المدخنين لو هم يبطلوا و يدخنوا خلاياها التراكية اذا ما كان لسا فيه سرطانات وما كان فيه اشي وكان موضوع بس متابليجية فبرضو هاي تعتبر اشي ريفيرسابل ويمكن الرجع فيه تمام؟ فما تخلو حدا يخربطكم كل هاي التغيرات كلها كلها يمكن الرجع فيها كلها اول ما يروح للسترس خلاص بيروح ينزم نتحكوا التأثير وممكن كل ياتهم يروحوا اذا زال السبب تاعهم لا خلونا نبلش باللكتور التاني اللي كان يحكي من لي عن موضوع السل انجري خلو اثنا نرجع لهاي الصورة رح نكون احنا خلصنا من كل موضوع الادابتاشن خلاص وضايل بس نحكي هلا عن موضوع السل انجري اللي هو خلص ان الخلية صارت خلية مصابة تمام؟ خلو اثنا نحكي بشكل عام من السل انجري عن الريفيرسابل و الريفيرسابل اوكي؟ تمام فهلا اول اشي بدنا نسأل نسأل حالنا يعني انه ليش طيب في خلايا بتتأقلم او ليش هي مثلا في بعض الحالات بيكون فيها تأقلم الدافتاشن عادي وبعض الحالات لا بصور في سل انجري و خلية ممكن تموت يعني ممكن هذا يكون بثلوجيكل وهذا يكون بثلوجيكل طب ليش هون الخلية يعني استحملت و ليش هون ما استحملت هلا المطوع بكل بساطة حسب يعني اول شي قوة الخلية و برضو كمان حسب السبب اللي خلاها تموت يعني هلا رح نقرأ هون اللي هم اللي هكي فيهم عن الشغلات اللي خصنا صدور بس يدوا على الخلايا خلص الخلايا بتشتك طريق السل انجري مش الادابتاشن تمام هلا بجميع الحوال هدول بكون سترس تمام بجميع الحوال بكون سترس بس الفكرة انه سترس عن سترس بفرح رح نشوف هلا شو هم اللي سترسات اللي مسيكون مموجودين ممكن هما يعملوا لي سل انجري مش الادابتاشن هلا الكوزز في سل انجري زي ما بنشوف اول اشي هو الاكسوجين ديبريفاشن هذا هو السبب الاكتر فيه يعني هو اكتر اشي بعمل لي زي ما يتحكوا السل انجري وبعمل لي موت الخلايا وحتى لقدام بس نحكي عن عنوان نيكروسز رح يقول هو المست كمان كوز تمام فالاكسوجين ديبريفاشن اللي هو قلة تخلي نحكي الاكسوجين ووصوله للخلايا هاي اهم سبب ممكن تخلي الخلايا تعمل سل انجري تمام فهاي الهايبوكسيا ممكن تكون بسبب اكتر من شغلة الهايبوكسيا هي قلة وصول الدم زي ما تحكوا شو او قلة وصول الاكسوجين هيدا احكي لكم ايه انها هي قلة وصول الاكسوجين تمام هلا شو ممكن يكون في عندي اسباب لا الهايبوكسيا يعني اسباب قلة وصول الاكسوجين اول شي الاسكيميا اللي هي قلة وصول شو الدم فهذه هي أول إشي فنا كبرت لكم إياها شوي أنها يعني الهايبوكسيا هذه قلة الأكسوجين ممكن تكونها بسبب الهايبوكسيا وهي قلة وصول الدم لأنه أكيد لما يقل وصول الدم هو اللي بيحمل الأكسوجين فلما يقل وصول الدم فهيك رح يكون في عينة شوهايبوكسيا فيه سبب تاني للهايبوكسيا اللي هو justement اللي هي النيمونيا يعني أنه مشكلة نكتبها بالعربي بالرئة لو الرئة أساساً مش قادرة تعطي أكسوجين كافي للدم فهذا الاشي اللي هيكون كافي انه الخلايا يصير فيهم هايبوكسيا ويبطل الأكسوجين يوصل للبتيشوق لانه المشكلة بالرئة ما عم نعطي أكسوجين نيح للدم فهيكا رح يصير في عنا هايبوكسيا بتيشوق وارضو كمان اللي هي زي مثلا الأنيمية هلا بأمراض زي الأنيمية بكون فقر دم ومشاكل بالدم فبتلاقي المشكلة هون مين بالدم مشكلة بالدم فأنا في عندي ثلاث أسباب ممكن تخلي الأكسوجين يبطل يوصل لتيشو هلا إذا بطل يوصل لتيشو شو بهمنا 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 انه بحسير فينا سلائنجيري وإحنا أساساً هلا عم ندروتها السلائنجيري ثلاث شغلات اللي هما أول شي حكيان الإسكيميا انه أساساً قلة بوصول الدم مثلاً أكسوجين بالأورتري أو زي هيك إشي وبرضو كمان اللي هي بكون فيندي مشكلة بالرئة زي النيمونيا اللي هو مثلاً الالتهاب الرئوي وبرضو كمان اللي هي مشكلة بتكون بالدم بحمل يعني القدرة على حمل إشي تمام فهونا بنكون إحنا مش قادرين نحمل الأكسوجين نيح بالدم لعدة أمراض من ضمنها الأنيمية أنا أحكي لكمية تمام برضو كمان فين بعض الكيميكال إيجنس زي السموم المبيضات الحشرية كثير شغلات ممكن أنها هي تروح الخلايا تعمل فيها سيل إنجري وممكن كمان تعمل فيها سيل ديث أوكي؟ طبع وبرضو كمان الانفيكشوس إيجنت اللي هي عوامل العدوى زي البايوسات والبكتيريا والفيروس أكيد كلها هاي بتعمل سيل إنجري وبرضو كمان الاميونيولوجيكال رياكشن اللي هي تفاعلات المناعة هلا المناعة منيحة وعلى راسنا ومصلوا عليها وكتير حلو ومنيحة بس إذا مريات بتكون تشتغل بطريقة غلط كتير بتكون هاد الأشي يعني هي غلط وبكون كتير إش ضار تمام؟ زي كيف؟ زي حالات الانفلاكسس اللي هي الحساسية المفريطة تمام؟ هلا بحالات الانفلاكسس المفريطة أوكي هلا بحالات الانفلاكسس اللي هون الحساسية بكون الواحد عم يأكل إش طبيعي مش إش ضار ولا إش أنتجين ولا فايروس ولا بكتيريا بس بتلاقوا إنه المناعة صارت تتهاجم هاد الأشي اللي الإنسان عنده منه حساسية وبرضو كمان الاميونيولوجيكال اللي هم أمراض المناعة الذاتية هلا أمراض المناعة الذاتية اللي هم الاميولوجيكال هون الفكرة عنها بتقول إنه شو؟ المناعة بتصير تهاجم بعض الأوريغنز بالجسم بتصير مثلا المناعة تهاجم القلب فبصير شين دي مثلا خلينا نحكي اندوكاردايتس أو بتصير تهاجم الجوينتس فبصير فيندي أرترايتس كل هاش شغلات بصير فيندي أمراض بالجسم والتهابات وخلايا تموت بالجسم بسبب إنه المناعة بتهاجم الجسم فهمتوا كيف؟ أو بتهاجم بعض الخلايا بالجسم هاي هي الأوتواميون ديسيز برضو كمان فيننا بعض الجنتيك تثبكت اللي هي زي داون سندروم هاي برضو كمان ممكن إنه يكون فيندي سل ديس و سل انجري بسبب داون سندروم برضو كمان السيكلس الأنيميا اللي هي الأنيميا المنجلية هون برضو كمان الخلايا بكون شكلهم مش طبيعي فبسب إشي ويراثي فبرضو كمان ممكن خلايا هيك شو يضغم هما إنهم يموتوا فيندي برضو كمان الميوتريشنال ممكن تعمل انجري بالجسم وبالخلايا بشكل عام اللي هو إنه الواحد يكون يا إما كتير بياكل أو ما بياكل كتير يعني بجميل أحوال سواء كتير بتاكل أو بتاكل قليل جميل أحوال هاي الشغلات شو بتعمل لك ميوتريشنال إمبالنس برضو كمان الفيزيكال ايجنت ماشي زي شو يعني عوامر فيزيائية زي كيف درجة الحرارة الضغط كل هاي الشغلات خلينا نقرأ بحكولنا إنه الترومة انك انت تتعرض لصدمة مثلا أو مش تتعرض لصدمة يعني الحادث أو هيكا برضو كمان برضو كمان يعني سواء انت كنت ببيعة كتير باردة أو ببيعة كتير حارة كل هاي الشغلات ممكن تعملك إيش يعني انجري بالخلايا سواء انت كتير عم بتبردها أو كتير عم بتسخينها أوكي تم الرادياشن اللي هو الإشعاع وممكن برضو كمان يعمل سل انجري وارضو كمان الإلكتريك شوك اللي هي صدمات الكهربائية اللي هو التغير المفاجئ والكبير بالضغط الجوي كل هاي الشغلات ممكن تأثر على الجسم بتعملي هناك شو؟ سل انجري هاي الصورة من أحد الفيديوهات اللي أنا فممتها والإنميشن اللي أنا بعمله شو بتحكي لنا هاي الصورة؟ إنه بنبلش نحكي هلا عن المورفولوجي للخلايا أول ما تبلش زيما تحكو يصير في عندي والله سل انجري شو بصير بالخلايا؟ يصير في عندي تشينج المولكيول يعني المولكيول جو الخلايا مثلا الجلوكوز الفركتوس ابصر شو؟ هاي الشغلات الكتير بسيطة يعني لمستوى الخلية بتبلش أول شي هي تتأثر الاتب مثلا بصير يقل بعدين بصير الإيونات برا وجوه يصير في يعني بنبطل الوضع في بيعي فأول إشي بتأثرهم المولكيول تمام؟ هلا بعدين رح تصير السلولار فونكشن وضيفة الخلية بتبلش تتأثر بعدين الخلية بتموت تمام؟ فأول إشي بتتأثر الوظيفة بعدين بتموت هاي كتير يعني إشي مهمة تميزوه وتعرفوه تمام؟ مش إنو تحكوا لا والله الخلية بتموت بالأول بعدين بتروح وظيفتها لا هي بالأول بتروح وظيفتها بعدين بتموت يعني مثلا لو واحد مرض أول إشي بتقاعد وبعد البيت بيخسر وظيفته ببطل يقوم بوظائفه وشغلاته اللي هو أساسا اللي هي بعملها بعدين بتلقوه مثلا مات بعدين بتصير في عندي الدث صح؟ فنفس الشيوهن بالخلايا أول إشي الخلية بتفقد وظيفتها بعدين هي بتموت تمام؟ هلا لما تموت هلا تجأة هيكا بتختفي؟ الجسم لا هلا لما تموت بصير في تغيرات بشكلها تمام؟ أول تغيرات هذول يعدو نشوفهم بشو اسمها؟ اول اول ما تموت لو بدنا نشوف الخلية بالميكروسكوب يعني يمكن ما نشوف اساسا أي تغيرات فهون تغيرات اول ما تموت الخلية ما اسمهم Ultra Structural Changes يعني اوكي انا كبرت كثير Ultra Structural Changes يعني هون التغيرات شو ما لها بتكون؟ بتكون كثير صغيرة اوكي تغيرات كثير صغيرة يع دوب بنشوفهم بالالكتروم ميكروسكوب تمام؟ هذول التغيرات بكونوا كثير صغر وقع يجعونا التغيرات المقدمة بعد وقت سنشوفهم التغيرات الضوي واخر نحيان سوف نرى التغيرات في العين المجردة اول محيان نشوف هاي التغيرات في العين المجردة فهذا هو التسلسل الزمني للشغلات لما مثلا خلية موت أو أورغن يصير فيه دمج أو يصير فيه عند الجلطات بأماكن معينة هاي هون في عنا مثال على خلايا يكسب لكم إياها اللي هي خلايا القلب خلايا القلب مثلا ما صار فيه عند الجلطة قلبية اللي هي البيكارديا الفاكشن هل فجأة كل إشي خلاص بيموت وكله بيختفي ونبطل نشوف إشي وهكذا؟ لا طبعا الموضوع بيكون تدريجي أول إشي لما مثلا يبلش في عندي نقص بتروية القلب زي حالان اللوطات القلبية زي ما حكيت أول إشي بيكون في عندي خلال أول دقيقة لالقيقتين بيكون في عندي شو الإشي بيكون لساته irreversible cell injury بنكون لساتنا ببرحلة irreversible cell injury ولسه مامتنا هلا متى بتبلش خلايا تموت بعد دقيقة لديتين تمام فبعضيها بيبلش irreversible cell injury بيبلش شو سلدة irreversible cell injury معناها سلدة ان خلص الخلية رح تموت تمام هلا هون بالعادة هاد الاشي بيضل للمدة 20 ل 30 دقيقة انه بيبلش احنا بان الخلية بتكون عم بتموت تمام هلا اكيد هون بتكون بين هاي المرحلة وهاي المرحلة بنكون احنا شو فقدنا الوظيفة بعدين الخلية ماتت هلا بدين خلال الساعتين للثلاث ساعت لقدام رح يصير في يبلشو عندي التغيرات لانه كيف حقيت بيشوفهم حقيت بيشوفهم عن طريق الالكترون مايكروسكوب بعدين خلال 6 ل 12 ساعة بصير في عندي light microscope changes اللي هي تغيرات لانه حلقيها بالمايكروسكوب الضوئي واخر اشي رح يكون في عندي gross morphological changes اللي هي الشغلات اللي انا بشوفها بالعين المجردة وهدو اللي انا بشوفهم بعد شو بعد 12 ساعة فهون في عندي تسلسل زمني من اول اشي دائما بيبلش الموضوع عندي مفروض اذا كان في مجال للأدابتيشن بنعمل أدابتيشن فمفروض يكون فيه أدابتيشن طب لنفترض لشي كان كتير سفير وكتير يعني بيموت الخلايا بيمبلش من عندي الـ الـ نحول على الـ ان الخلية بتموت التغيرات طب اللي بتصير بالخلية بعد ما تموت اولها بتكون بقدر اشوفها ايا دوب حتى بالـ بعدين بالـ بعدين بقدر اشوفها بالعين المجردة تمام هلا رح نبدأ اول اشي نحكي عن اول تغيرات احنا بنشوفها اللي احنا شو سميناهم اللي هم الـ اللي هي التغيرات اللي بتصير على مستوى الخلية زي ما تحكوا يا دوب بنشوفهم بـ يعني هدول تغيرات كتير كتير صغار بنفسك الخلية وبنشوف جواحها بالضبط يعني يا دوب نلاحظ هاي التغيرات يعني بتكون تغيرات كتير كتير دقيقة هلا هدولة بشملولي اربعة تغيرات اول اشي رح يكون بالـ فالـ رح يصير فيه مشاكل رح يصير فيه مشاكل بلازما ميمبراين تمام يعني انه رح يصيروا ذاك لانهم احكوا هاي مثلا الميمبراين بكون هايك بالوضع الطبيعي هلا هون رح يصير فيه بليبنج اد بلونتنج ان ذاك انه رح يصير يتفتفت ويطلعوا هدول الفرفيت منه تمام فهوان رح يبلش بلازما ميمبراين انه هو شو يتفتفت الميمبراين غشاء الخلية بصير يتفتفت ويتحول لأجزاء اوزار تمام بس وبرضه كمان بصير في عندي شو لزينغ اوزار الانتراسللل الاتاتشمينت انه لو هاي الخلية مثلا وفي عندي هون مثلا مولكيولس وانزيمات ملسقين فيها في الجدار تاعها يعني من جوه فاللبيصير هون ان هدول الاتاتشمينت رح يصيروا شو رح يبط له مرتبطات فيها ليه لان الميمبراين اساسا ضيف وعم بتكسر و بتفتفت فاي اشي مرتبط فيه ملزق فيه من جوه بصيرو شو يفك فيه تمام؟ فهدا هو الموضوع اللوزنج أوف انترسيلة التاتش منتوك تمام تمام هلأ تاني إيش يمكن برضو كمان يصير هون رح يكون على مستوى الميتوكنديريا لاحظوا إحنا هون تغيرات عم نحكي فيها جوه جوه الخلية تمام فالميتوكنديريا شو رح يصير فيها رح يصير فيها سبولينج وخلال المحاضرات اللي كانت هلين نحكي بالتفصيل اللي كنت أشرح فيهم بالدورة كنا نحكي لاش إنه الميتوكنديريا بتضخم ليه؟ لأنه هيها كميتوكنديريا مثلا أو كخلية كمان مشكلة عامة الخلايا كل حامة ضخم هون يا أعزائي إحنا عشان نحافظ على البالنس ونحافظ على خنحكي شكلها وحجمها الطبيعي دائما الخلايا مش بس الميتوكنديريا بكون في أنا عندي شو اللي هو الصوديوم بوتاسيوم بام هلأ صوديوم بوتاسيوم بام بتكون تدخل دائما الصوديوم وتطلع البوتاسيوم تمام؟ هلأ هذا الإشي بحتاج ATP تمام؟ هلأ لنسترد أنا بطل في عندي ATP لأنه أساسا الخلية عم بتمود وما فيه دم وفيه هايبوكسيا ودنيا حالتها حالة فهون بكل بساطة اللي رح يصير هو إنه هون رح تخرب هاي البام وبصير الصوديوم يدخل والبوتاسيوم يطلع تمام؟ بصير العكس فهذا الإشي شو رح يسبب؟ رح يسبب إنه الصوديوم بصير يدخل هلأ الصوديوم فيه دائما حدا دائما بلزق فيه من هو المي فبصير المي تدخل فبصير في عندي سويلنج بالخلية وبصير برضه كمان في عندي سويلنج بالميتوكنديريا تمام؟ وبرضه كمان رح يكون في عندي مشاكل وتغيرات بالإندبلازم كريتوكولم شو رح يصير بالإندبلازم كريتوكولم؟ رح يصير في عندي زي ما بيحكو لنا دائلايشن أوف سموث إندبلازم كريتوكولم رح يصير يتوسع تمام؟ رح يصير يكبر هلأ هو بيكون أول شي هيك صغير تمام؟ بعدين بيكون هلالي رايبوسوم تمام؟ هلأ بعدين بيروح بنفخ هيك بكبر 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 والرايبوسوم اللي هلالي بصيرو شو؟ بصيرو يطيرو بصيرو يفكو يعملو يفكوه من علي برضه كمان الكروماتين اللي هي المادة الوراثية شو رح يصير فيها؟ رح يصير في عندي نيوكلير كلامبينج أوف كروماتين يعني إنه المادة الوراثية رح تصير زي اللي عم تتكتل على بعضها جوه شو اسمه؟ جوه الخلية هلأ هاي التغييرات كلها تهاب دي كم تعرفوا الشغلة لأنها ما بتصير عند موت الخلايا لا هلأ احنا عم نحكي عن احنا عم نحكي عن يعني هون ما ماتت الخلية لسه تمام؟ لسه ما ماتت الخلية احنا لسه عم نحكي عن ريفيرسابل سل انجري تمام؟ فكل هاي الشغلات بتكون لسه بال ريفيرسابل سل انجري هلا الريفيرسابل رح ناخده لو ندعم بمحاضرة تانية بس هون احنا عم نحكي عن ريفيرسابل سل انجري إنه بصير أول إشي فيه تغيرات احنا بسميهم التراستركتورال تشينجز اللي احنا بنشوفهم بالالكترو مايكروسكوب وهم بيشملوا هاي التغيرات كلياتها اوكي اوكي هلا بعد ما خلصنا احنا هيك مكون التراستركتورال تشينجز هكي احنا بعديهم راح يكون فيه تغيرات تانية تمام؟ اللي هي اللايت مايكروسكوب تشينجز تمام؟ ففينا هالتغيرات راح نشوفها شو راح نلاقيها باللايت مايكروسكوب تمام؟ هلا هاي التغيرات ها هاي التغيرات مان لي بس تغيرين رئيسياتهم اللي هو واحد السليلر سولينج اثنين الثاتي تشينج هلا السليلر سولينج لاش الخلية كلها عبعض راح تنتفخ نفس المكنيزة اللي لسه مش بحكي لكم ايها بيهي هون حكيانا الصوديوم بالبوتاسي نفسها مسكوها وطبقوها برضو كمان هون بتلاقوا الخلية شو بتنتفخ تمام؟ زي ما حكينا اللي هما قصم فيها ماشي الكالسيوم بوتاسيوم ماشي الكالسيوم الصوديوم بوتاسيوم بومب اوكي هلا غروسلي اللي بتضخم كيف احنا بنشوفه بيكون بالور بيكون لونه زي ما تحكو باهت كيف ليش بيكون باهت دائما اي 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 مثلا انتو حلو بمي بتلاقي لونه صار باهت صح فنفس الشي هون اللي 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 عم يتضخم وينتفخ لانه كثير عم يصير فيه مي فعشانك بتلاقي انه لونه رح يصير باهت برضو كمان رح يكون فيه دي هون سبيلنج انتفاخ لانه اساسا الارجن كلها بعض عم بانتفاخ اشي طبيعي واكيد يعني انه الوزن تاعه رح يزيد تمام هلا بالمايكروسكوب رح يكون فيه سمال كلير فاكيول تمام هنلاقي فاكيول هلا شو هم هدول الكلير المي اللي بتدخل على الخلية باشي احنا حكينا صار فيهندي صوديم يدخل ويلحقوا المي فالمي رح تكون ذيك انها نقط مي تكون وزع بالخلية تمام وبرضو كمان رح يكون فيهندي الفاتي تشينج شو هو الفاتي تشينج انه يكون فيهندي فات عم يتراكم جوا الخلايا وبسوكي العام برضو كمان رح يكون عم يتراكم جوا الأورجن تمام هلاء فهذا الفاتي شو سببه؟ بالعادة هايبوكسيا اللي هو قلة التروية وقلة وصولي الأكسوجين للأورغان توكسن بعض النواع السموم ميتعب لك إنجيري ماشي؟ يعني بشكل عام إنجيري ممكن تصوري هناك إزمني فيستد باي the appearance of vacuole in the cytoplasm هلا هون فيه vacuole وهون فيه vacuole بس شو بفريق عن بعض؟ الفاكيول اللي بتكون هون بتكون عبارة عن فات بتكون دهون بس الفاكيول اللي بتكون هون كانت شو؟ كانت H2O كانت مي تمام؟ فهون cellular swelling بالمي بيكون أما هون fatty change بيكون فيه vacuole بس بتكون عبارة عن دهون جواء الخلية تمام؟ هلا هاي شو الأورغان اللي احنا بنشوفهم فيها بكل بطاطة هم الليفر والهارت لأنهم أكتر تو أورغان بالجسم بتعاملوا مع الفات هم الليفر والهارت من الليفر تمام؟ هلا هون الخلية بس عشان أوكي تفهموا علي الموضوع أكتر بتكون هاي الخلية هيك تمام؟ هلا برضع الطبيعي مفروض إنه هاي النواع فيها ومورها تمام تمام هلا هون رح يكون أول شي الفات هيكة بصير يتراكم هون بعدين مع الوقت الفات بصير يتجمع مع بعضه يكبر بعدين بتجمع مع بعضه بكبر وبتجمع مع بعضه بكبر وبيروح بعبيه لكل الخلية وبحشر النواب الزاوية وهذا الإشي بيشبهه هذا المظهر بمظهر الخاتم تمام؟ إنه هاد زي الخاتم إنه هذا هو الإشي اللي حولينا وإنت منهم بتدخل أصباك تمام؟ وهما بيسبهوا إنه هاد بالخاتم فعشان هيك إحنا بسميها هاي اللي هي مظهر الخلية هون إنه الدهون رح تتراكم شو بيسموها؟ الساين ترينج أبيرنس فالساين ترينج أبيرنس اللي هو زي شكل الحلقة وزي شكل الخاتم تمام؟ فبس هي هاي ليش بيشبهوها هيك؟ لإنه الدهون رح تتعبي كل الخلية وتحشر النواب الزاوية فبصير مش هارف شو العلماء كانت هيئ لهم صار يحكوا إنه هذا هبار عن ساين ترينج أبيرنس المهم يا إعزائي هيك إحنا شو بنكون خلصنا الليكتور الثانية هكيانا فيها عن شو؟ هكيانا فيها أول شي عن بعدين هكيانا فيها عن شو؟ هكيانا عن والتغيرات مع الزمن اللي بتكون موجودة وبرضو كمان هكيانا عن موضوع اللي هو وبعدين هكيانا عن اللي بيصيروا هون خلصنا الادابتاشن خلصنا السيلانجوري اللي هو اللي هلأ كنا قبل شوين نحكي عن الريفيرسابل سيلانجوري هلأ رح نحكي عن الريفيرسابل سيلانجوري شو يعني الريفيرسابل سيلانجوري؟ مكتوب إنه الخلية سوف تموت تمام؟ خلية خلص تموت يا إما بالنيكروسيز أو الأبوبتوسيز طب مش كل الخلايا بتموت؟ ليش قاعدنا نقسم نيكروسيز وأبوبتوسيز؟ خليني أشتراكم إياهم بعدين بنيجي بنقرأوا هيكي تمام؟ بس هيكي الناس اللي ناسية هلأ خلية ممكن تموت بشكلين ممكن تموت بكرامتها هي تنتحر لحالها هادي احنا منسمي الأبوبتوسيز أو ممكن غير هيجي يهجم عليها ويكسرها ويحط لها إنزيمات محللة فهذا هو فرق شاسع بناتهم الأبوبتوسيز من حالها لحالها بتفعع الجينات جواتها إنه والله يفعلوا لي جينات إني أنا أموت حالي بتصير هي تقطع حالها قطعة صغيرة اسمها أبوبتوتيك بدي وهيكي هي خلص بتموت حالها فهمتوا كيف؟ وبناهر عليه إحنا لهذا السبب اسمناهم نيكروسيز أو أبوبتوسيز هلأ النيكروسيز بالعادة بتكون لسبب باثولوجيكل السبب مرضي إنه والله إجت بكتيريا كسرت هاي الخلية وحطت عليها إنزيمات محللة وبصر شو عملت فيها؟ فالخلية ماتت فبالعادة بكون سبب باثولوجيكل أما الأبوبتوسيز لا بالعادة بكون سبب فيسيولوجيكل تمام؟ مثلا الـRBC اللي هي خلايا دم الحمراء تتجدد كل مية وعشرين يوم هلأ هي تتجدد يشمل إنه في خلايا جديدة وفي الخلايا الأديمية عم بيموتوا هلأ هون كيف الخلايا الأديمية رح يموتوا؟ بكل بساطة رح يموتوا عن طريق موضوع الأبوبتوسيز فالأبوبتوسيز هو موت طبيعي جدا من خلايا الجسم مش مرضي ممكن ببعض الحالات مش النادرية القليلة خليلين نحتي إنه الأبوبتوسيز يكون مرضي بس بشكل عام لا بشكل عام المرضي بكون نيكروسيز والفيسيولوجيا بيكون أبوبتوسيز نما في هذا الجدول هذا من الـRobins بصراحة كتير مرتب وكتير بفيدكم للانتحان برضو كمان بنصحكم إنكم تدرسوا منه وتقارنوا منه وترتبق أفكاركم بين الـRobins والأبوبتوسيز منه أوكي؟ طعم هلأ هذا شو بحكونا؟ بحكونا أول شي بالنسبة لحجم الخلية بالـRobins والأبوبتوسيز بالـRobins رح نلاقي هون إنه الخلية شو ما لها؟ رح نلاقي إنه الخلية هون بتكون يعني صغيرة تمام؟ أما بالأبوبتوسيز رح تكون بلاكس enlarged ليش رح تكون الخلية بالـRobins والأبوبتوسيز؟ خلينا بس أكبروا عشان إنتوا تشوفوا معاي أوكي هلأ ليش بالـNecrosis الخلية بتكون enlarged بتكون كبيرة بالحجم؟ لأنه بكل بساطة هون رح يصير سيليلر سويلنج زي ما قبلت شوي حكينا بيكون في هندي فيلر بالـSaudium Potassium Pump فبصير الميتو تدخل الجوة بصير في هندي سويلنج فبتلاقوا الخلية كبرة تمام؟ هلأ بالأبوبتوسيز لا بالأبوبتوسيز كيف الخلية بتموت؟ بتكون خلية ما شاء الله عليها بعدين بتفعل الجوة حالها إنه أنا بدي أموت حالي فهيكا بتبلش سلسلة الموت جواها وبتبلش الخلية تموت حالها لحالها فشو اسمهم؟ فبتصير تقطع حالها قطعة صغيرة أبوبتوسيز وتصير شو؟ هيكا تطلعهم منها وبدأ بصير لهم بالعمل فهمتوا كيف؟ فعشان هيكا بنلاقي إنه حجمها وهي عم بتموت بيكون عم بصغر ليه؟ لإنه هي بكل بساطة عم يعني يتقطع حالها قطعة صغيرة بتعمل حالها أبوبتوسيز وتكون هم شو؟ عم يطلعوا منها فهي بتكون عم تصغر تمام؟ فالخلية وهي بتموت بالنيكروسيز بتكون عم تكبر عشان السويلنج زي ما حكينا قبل شوي شرحناها والأبوبتوسيز بكون عم يصغر لإنها هي بتكون الخلية عم بتأسم حالها الأبوبتو تكبر تمام؟ أوكي هلأ بالنسبة للتغيرات اللي حصير بالنوع زي ما هو مكتوب هونه اللي هي شو؟ النيكروسيز هلأ بالنيكروسيز رح يصير في هاني ثلاث تغيرات بالخلية كتير مهمات وكتير مهم لكم تهرق بيناتهم وكتير وارد لكم تنسؤلوا عنهم اللي هم أول شيء البيكنوسيز والكاريوليكسيز والكاريولايسيز شو بيفرقوا عن بعض؟ أكيد طبعا بيفرقوا عن بعض هلأ البيكنوسيز معناها إنه شو؟ معناها إنه الخلية المادة الوراثية الجواها بلاشت تعمل كندنزيشن وتتكتلع بعض هاي احنا شو بسميها؟ بيكنوسيز تمام؟ هلأ تاني إشي اللي هو الكاريوليكسيز هلأ الكاريوليكسيز شو معناها؟ إنه المادة الوراثية بلاشت تتكسر وتتفتفت جوا النوع آخر شيء الكاريوليكسيز 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 يعني هل مادي الوراثية الضلت بالخليdzة بالمريا فهم polymerization الكاريوليكسيز والكاريوليكسيز هنا يعني حصل تكلث ولا تكلث و mature ذكيت worth it و break out أما بالنسبة على التغيرات ày أنها مثلا بالنوع بالأبوبتوسيز بالأبوبتوسيس انه رح يصير فيها فراغ المنتيشين خلص هيك بشكل عام مش بهاد التسلسل اللي حكينا بالنيكروسيس تمام فبس بكون فين دي هو الفراغ المنتيشين بتنحكي تمام اوكي هلا بالنسبة للبلازما ميبرين بالنسبة لغشاء الخلية شو رح يصير فيه هلا بالنيكروسيس رح يتكسر هايه يعني رح يتكسر و رح يتحطه ومصير حالته حالة ليه؟ لأنه زي ما حكيانا راح يبطل إمتاكت زي ما حكيانا قبل شوية بالإنت هنا ببلش يعني حكيناها قبل شوية estado بيكون في إي هو الترنيشين وهاكتا تمام هلا بالنسبة لغوتو بعد الابوبتوسيس أنه يحبط للسلسل إمتاكت بضوله نتاكت وما بتأثير لأن الخلية بتبلش تقسم حالها أبوبتو Eveticでしょう هذا الأبوبتratic body firewall تكون تطلع اسم من حالها وتوديه هلاكه يصير له phagocytosis اطلع اسم منها ويريصير له phagocytosis فهي بالعكس يعني هلا راح نشوفipped صوره بس نوصل الابو بتوسس بددا انا توضع وريكم الصوره بصراحه هيا It. كيف انو هاي في عندك ان هون الخلية هي هي كبيرة بتصير اتاهم من و في Han صغيرة شو بنسميهم ابو بتو ضي كبحت؟ ابو بتو ضي او كبات. فهذا الاببتكبدي هو جزء من الخلية الكبيرة وبروح بصير لفاكوسايتوسيس فعشان هيكا السلممبرين بالاببتكبدي دائما شو بكون؟ بكون انتاكت اوكي؟ تمام اوكي هلأ برضو كمان بالنسبة للسليلر كونتنت اللي هي محتويات الخلية شو رح يصير فيهم؟ هلأ بالنيكروسيس بصير فين دي اكزيماتيك دايجسترن يعني انو الانزيمات رح يتحلل محتويات الخلية اما بالنسبة للاببتكبدي رح يصير فيهم رح يطلعوا عن طريق الاببتكبدي زي ما وردتكم هلا بالصورة هلأ بالنسبة للانفلميشن هللح يصير التهابات عند الخلايا وهي بتموت؟ يعني خلية ماتت هللح يصير عندها التهاب؟ فكروا فيها هلأ لو كان اشي مثلا مرضي ماشي نيكروسيس اكيد رح يصير فيه التهاب لانه هو اساسا سبب مرضي طب لو كان اشي مش مرضي مثلا زي خلايا دم حمراء عم بتموت كل فترة ويجي بدالها وانا اكيد هم ما بدنا اي التهاب تمام فعشالك بالنسبة للانفلميشن بيكون موجود بالنيكروسيس وبكون نو بالاببتكبس تمام؟ هلا بالنسبة للفيسيولوجيكل او بثولوجي اي انه هو اشي مرضي ولي هو اشي فسيولوجي هلأ بالنسبة للنيكروسيس بالعادة بيكون بثولوجيكل بالنسبة للأببتكبسيولوجيكل ممكن يكون خاص نص بالحالات اللي بيكون فيها فيروس يكون السبب هو فيروس أو بالسبب اللي بيكون إنه فيين دي دمج خاص نص إجا للDNA يعني بلشت الدمج من الDNA فمتو كيف؟ وهي فيه شغلات إنتو كتير سألتوني عنها بصراحة إنه كيف يعني؟ هلأ لو الخلية كانت أمورها تمام وكيه؟ وبس إجا مثلا رادياشن أشعة تصلت الـDNA وحطمتها هون الخلية ممكن تموت من الأبوبتوسس بس لو إنه مثلا كانت الخلية قادة وإجا عليها بكتيريا وخلايا مناعية وإجت مثلا والله الإنزيمات الهاضمة وبلشت ألف قصة والسيتو بلاس ميت فتفت من هون والميتوكنديريا تنضرب من هون وصارت قصة طويلة بالخلية بعدين الـDNA تأثر بعدين النوان ضربت والخلية ماتت هون إحنا بنسميه نيكروسز بس لو إجا مثلا رادياشن على الـDNA والخلية موتت حالها لحالها إحنا بنسميها بالتوسس فبالعادة إذا إجت دمج أكتر إشي للـDNA أو للبروتينات اللي موجودة مثلا بالنوع هاد الإشي خلص بموت الخلية بالأبوبتوسز أما لو الخلية ماتت تكسر فيها كل إشي بعدين ماتت لأ هاد بالعادة بسميه شو؟ نيكروسز فهمتوا كيف؟ تمام وبالعادة زي ما حكى الأبوبتوسز بيكون هو فيسيولوجي أما النيكروسز بالعادة بيكون إشي مرضي بيكون إشي شو؟ تمام؟ فتعاولوا نتعرف عليهم مع بعضينا بيحكولنا إنه شو هو النيكروسز شو هو تعريف النيكروسز النيكروسز هو عبارة عن series of changes that combine cell death and living tissue يعني هي سلسلة الأحداث بتضمن أو بتمثلي موت خلايا جوا جسم الإنسان تمام؟ هلأ فيها ندي شو؟ degenerative action of enzyme يعني إنه النيكروسز هو عبارة عن تأثير زي ما تحكوا شو؟ تأثير لخليني نحكي إنه الخلايا هون شو؟ الخلايا رح يكون هون عم بيموتوا شو سبب موت الخلايا رح يكون؟ بكل بساطة رح يكون الإنزيمات تمام؟ هون الإنزيمات رح تكون هي السبب بموت الخلايا كيف يعني بتكون الخلية قادة بأوان الله؟ يا إما بتطلع منها نفسها إنزيمات بتحللها يا إما بيجي مثلا من الخلايا المناعية أو من الإشي اللي جاي يهاجمها بطلع منه إنزيمات محللة وبحللوها تمام؟ فزي ما بنقرأ هون إنه النكروسز بصير عن طريق امام اكتب بيكونOkler او لأنه مننجوا الخلائي الالتهابية اذا يبضل الخلائي الالتهابية اذا خلائي الالتهابية موجود من خلائي الالتهابية هي الإنزيمات المحضلة ويحللوا لي هاي الخلية الي بالميتة تمام؟ فهون الخلية بتحلل بالليFlow بيا إما بطلع من الخلية نفسها أنها هي لما تموت بتفرقع وبتطلع كل الليزوذوم الانزيم في جواها فهي هيك بتقضع حالها بزيادة فيهم أو يا إما إنه من خلال الإيكوسايت اللي حوليها وهم هيك بتقضع لهم تمام؟ فشان هيك استنتجنا من هذا الحكية؟ أنها هي بتطلع جواها انزيمات تمام؟ لو كانتليزوذوم الانزيم بتحرق فيها حالهم بزيادة وبتموت الخلية هيك أكتر وكتر فبجميل أحوال هون إحنا عندنا بالنيكروسيس بتكون الخلية بصر لها فراكمتين شنوب وحتى حالة ما بتموت على الساكن زي الأوبة فعشان هيك إحنا ممكن نستفيد من هاد الاشي بتشخيص بعض الأمراض زي مثل اللي هي جلطة قلبية وبعض الأمراض هلا هاد الاشي للناس اللي درست ما هيبايو كمب الصيفي أخدتوه كيف يعني هلا من خلايا تموت وقتها إحنا حكينا إنو الخلايا نما تموت بتصير محتوياتها تطلع منها تمام؟ خلية ماتت بالنيكروسيس صار لها فراكمنتيشن وسلم برين تكسر وكل محتوياتها تطلعوا برها على الدم فإحنا مثلا إذا بدي أشوف مثلا هذا الإنسان شو الخلية اللي يجوه جسمه ماتت كل بساطة بروح بتطلع على الدم إذا نقيت مثلا إنزيمات الخلايا القلب بالدم معناها إنو خلايا القلب ماتوا وطلعوا كل محتوياتهم منزلوا على الدم صاف ولا لا نفس الشي مثلا بأي مكان تاري بالجسم يعني مثلا لو والله أنا لقيت اللي هو الهيباتيك ألكالين اللي هو خلايا الليبر فهذا الإشي شو بباني؟ باني إنو والله الليبر صار فيه يدمج وحالته حالة صح ولا لا؟ فعشان هيكا إحنا شو منلاقي إنزيمات؟ طبعا إحنا متكون عارفين هاي الإنزيمات لاقيه أورغن فبنعرف إنو فيه دمج بهذا الأورغن خلايا عم بتطلع الإنزيمات على الدم فهمتو كيف؟ تمام فبحكولنا إنو اللي هي بحالات الجلطة القلبية رح يزيد الإنزيم اللي هو الكرياتينين كائناس اللي موجود بالقلب وبحالات الهيباتايتس الكراين فوسفاتيز والترانس أمينيز هذول الإنزيمات رح لعيهم بزيدوا بالدم لإنو عم بصير في عندي دمج بهذا التشو كه هلا شايفين اللي كنا قبل شوي نحكي عنهم اللي هم بالإلكتروم ماكروسكوب وهنا برضو كمان في عيننا التغيرات اللي بنشوفها باللايت مايكروسكوب وهنا في عيننا التغيرات اللي بنشوفها على مستوى النوع يعني هون إحنا في عيننا مين لي تغيرات شكوية هلا الملف هذا عندكم وهدول نفسهم بالسلايدات وبصراحة هذا فيديو يعني مراجعة ما بدأود أشرح فيهم واحدة واحدة رح نطول كتير بس الفكرة إنه هدول بصراحة أنا كمان أساسا شريحتهم مجانا على اليوتيوب فهذا اللي مش مسجرين عندي إذا انتوا اللي مش فاهمين هم فبصراحة شو اسمه رجعوهم من اليوتيوب فهموهم واحدة واحدة هاد فيديو بصراحة مراجعة أكتر إشي تمام أو إنه للناس اللي درسوهم هلا مش رد ما تقرؤوهم شو بتتذكروهم لحالكم لأنه بصراحة كتير رح ياخدوا مني وقت هلا وأنا بشرحهم فبس فكرتهم هون إنه لما الخلية تموت بالنيكروسيس شو التغيرات لح أشوفها بالإلكتروم مايكروسكوب سريعا خلينا أحكي لكم إيام أول شي اللي هو اللايجوزوم ريبتر إنه الخلية رح تصير يصير فيها ريبتر تتمزع من اللايجوزوم هادر تمام رح يصير في عندي فراجمنتشن أو بلازما أند أورجانل ميمبران ماشي هلا فيه إحنا الأورجانل إيه هلا شو كيف كان يعني خلية نفسها إلها ميمبران إلها غشاء شو بنسمي إحنا بنسمي البلازما ميمبران طيب شو هو الأورجانل ميمبران يعني مثلا الميتو كنديريا مش إلها ميمبران الاندو بلازما كنتكلا مش إلها ميمبران كل هذا الميمبران سواء أنا عم بحكي عن إلها الميمبران تاع الخلية كلها أو الميمبران تاع الأورجانل اللي جو الخلية كله بصير يتمزع وكله بصير يتفتفت تمام أحيّ وداعي التشغلة هي نيوكليار كندينزيشن إنه بصير في تكتل للمادة الورثية دق جواني اندو بلازما كنتكلا بصير يكبر والراي بصم لها لا بصير يفكو والميتوكندرية ممكن تصير تضخم وتكبر نفس ما كنا نشوفها بالريفير بالنسبة للمورفولوجي اللي هشوفها باللايت مايكروسكوب يعني هون رح نلاقي شغلات يعني هيك اعام او رح نلاقي شغلات على مستوى الشيشو مش بس جوه الخلية الميتوكندرية وكذا لأ هون بنلاقي اشي لبر شوي هلا رح يكون هون السايتوبلازم لونه زهري على احمر رح يكون وليش هاي بتراح وضحتها بالفيديوهات السطويلة قادت اسفالكم فيها ساعتين فاللي بحب يعني يستزيد من العلم يرجع للفيديوهات تمام؟ بس للفكرة هون ان السايتوبلازم رح يكون لونه زهري برضه كمان هون رح يكون هو هيموجينوس ليش رح يكون هو هيموجينوس؟ هلا بنوضع الطبيعي الخلايا بكون فيهم جراني والزللين لما طلع الخلية بلاقي فيها نقط شو هم هدون النقط بهمة؟ بكون هم مخزون الجوه الخلية هلا هون الحلية بتكون ماتت من المجاعة من الهايبوكسيا فيش اكسوجين فيش مغذيات فبتلاقوها شو مالها؟ استنفذت كل الجلايكوجين جرانيولز اللي موجودين جواها فلو قطل عليها رح عليها هيموجينوس بطل فيها جلايكوجين لان استنفذته بسبب الهايبوكسيا ونقص المغذيات ونقص التروية اللي كان موجود عندي تمام؟ برضو كمان انه بحكوه لنا شو اسمه؟ اه انه هاي برضو كمان انا شرحتها بالفيديوهات انه السايتو بلاسم بصير بصير افاكيوليتم عند ابير ماوكت ايتن يعني لو انا اطلع يلبس علي الخلية تمام؟ الخلية بكون السايتو بلاسم فيها هيك زي اللي مأكول من النص ليش؟ لانه محلل من النص وزي ما تحكو فيه علي جاي لايتجامل من النص و هكذا فيها بتلاقوه انه هو كاسايتو بلاسم بتلاقوه شو؟ مش متجانس ما شوى هلا قبل شوي حكيناه ممكن يكون هو مش متجانس قبل الشويحكينه و是不是 جانس�� gliincus لانه راح منه شوى الشوى على الجليكوجين هله هون الفكريه لانه ممكن بعض الحالات يكون هو على شكل اللي هو على شكل طبيلاين اريك كأني خاشمة من سايتو بلاسم هي هيك بسط خلي Wasm حد فيها اللي هو خاشمة اخشمة خشمة من سايتو بلازم هلا اه ما خيش هم تخوش من سايتو بلاسما بس ممكن سايتو بلاسما مثلا هون تكسر اجي عليه سايتو مثلا ليسوزوم الانزايم وهكذا فممكن لها ايهيك عليه بعض العلامات ليه لان هون في اساسا وضع مش طبيعي في ليسوزوم الانزايم عم تكسر من هون وهكذا واخر اشي انه بيحكولنا dead cell may be replaced by large phospholipid mass called myelin figure derived from damaged cellular membrane هلا سل الممبران رح تضل شو متكسر صح احنا حكينا انه هو بتكسر وتحطم محالة حالة هلا الفكرة هون انه اخر اشي بتتحطم كل الخلية وتتحلل كل الخلية وما بتضل منها الا نتفت الممبران القشعة تها الخلية هلا هاد احنا شو بنسميه بنسميه اللي هو المايلين فيجر فالمايلين فيجر هو بقايا الخلايا اللي هي شو هنحكي البلازما ممبران اللي يضل بعد تحطيم الخلية اوكي هلا بالنسبة زي ما حكينا للتغيرات اللي بسرعة مستوى النواة نفسها حكينا هم ثلاث تغيرات اللي هم البيكنوسيز والكاريوريكسز والكاريوليسز هلا البيكنوسيز زي ما حكينا هي كوندنزيشن تكتل بالمادة الوراثية تاعة النواة والكاريوريكسز هي عبارة عن هنحكي هون بيبالش تتمزع والكاريوليسز هي عبارة عن انو المادرة راثية رحت بمحل وتروح تماما فهدول الثلاث مراحل بيمر فيهم ديئا ايابي النكروسيز خاصنوس تمام هلا هيك بنكون خلصنا هدول بصراحة سريعا هيك لان لو بننتفصل فيهم ما رح نخلص هلا رح نبلج نحكي عن الموضوع الاهم اللي اكيد 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 رح يكون عليها اقل اشي سؤالين تبعث بالامتحان اللي هو انواع واشكار النكروسيز هلا الخلايا مش عم بتموت يعني مش هاد عم بموت وهاد عم بموت وهاد عم بموت كل عم عم بموتوا فالفكرة انو�� كي الخلايا عم بتموت بس في حسب شكلها بعض ما ماتت كيف صار شكلها حسب بعد ما ماتت يعني ديني او شوش السبب اللي خلاها تموت تعالى بالنيكروسيز حسب هاي الشغلات احنا بنروح بنقسم النكروسيز لانواع واشكال تانيه تمام فهلا رح نشوف حسب اشكال يعني حسب المرتولوجيا كيف صار شكال الخلية وبرضو كما مش بس هيك حسب بان شو كان سبب مثلا تا النيكروسيز حسب هايششغلات كرياته هلأ في أنواع وقتام ذا النيكروسيز تمام أول واحد وأكثر واحد شيوعا هو مين هو. فكرة. يا أعزائي. هون. بكورة يا عزائي هون بتكون انه دائماً بيكون في اندي نقص اكسجين. ونوع الخلايا بالأخلايا بتموت. لانو ما فيه اكسجين. ما بيسموه كان هناك؟ فالكوئيوريتف نيكروسوس هو عباره عن موت الخلايا هي بحكولنا كوزد باي هيبوكسيا ان اول سوليد اورغن ماشي؟ شو يعني السوليد اورغن؟ يعني المعدة، السبين، القلب كل هاي الاورغنز احنا شو بنسميهم سوليد اورغن هلا فيها انا اورغن بسميهم مش سوليد اللي هم مين؟ البرين المطبس نسميه الكود يعني بيكون هيك اغرب مكوناته اللي بده هيك فهدور احنا نسميه الكود بس كل الاورغنز بالجسم معد البراين كيف بيموتن لما ينقص عنه الاكسجين بيموتون عن طريق الكوئيوريتف نيكروسوس فعشان هكا الكوئيوريتف نيكروسوس هو اكثر الانواع شيوعا اوكي اوسان البريكسيا هي اكثر الاسباب ايه اكثر سبب يقدير النيكروسوس فعشان هيك ايش الطبيعي ايش اللي بتعملوا اللي هي كواغولت النكروسيس بتكون هي اشهر مثال على او اكثر اشي شائع على النكروسيس ان شاء الله تكونوا بيبدأ علي هاي في بيقول انه هي اكثر شيوعا لان الهايبوكسيا هي اكثر سبب اساسا بيعمل نكروسيس زي ما هي تلكم وهاي فيها اشي كتير مهم انه يا اعزائي هون الحرية بتكون هيك قادة بتشو تموت بالنص بتظل المكانها محفور موجود وعادي يعني اللي بمر من هنا سيعلم انه هون في كان خلية وماتت يعني انه لو كان في طبع مكانها او اشي بتظل موجود يعني لو ماتت مجموعة من الخلايا هيك تشو ميح مثلا بالأورغان بيضله مكانه محفوظ بيضله في الاركتكتور تمام فهون المعالم تاعة الخلايا الميتة بتظلها بحفوظة فهدول هم اهم تلت نقاط بالكواغولتف نيكروسيس هلا بالنسبة للكواغولتف نيكروسيس هذا نفس الكواغولتف نيكروسيس كنا نحكي هايبوكسية وبأي اشي غير البريينة حيا بالليكواغولتف نيكروسيس هلالليكواغولتف نيكروسيس هو عبارة عن بريين ان فيكشن beginning او انفاركشن يعني نقص تروية لما يكون عمدي نقص تروية عن المخ بالعادة ممكن بردك بسببه مثلا بيوجينيك بكتيريا فانجل انتفكشن شغلة حملة راحت عالمخ سببتلي موت لخلايا المخ بلعد موت خلايا المخ احنا شو بسميه ليكوي فاكتف نيكروسيس ليش؟ لانه احناك من اسمه ليكوي فاكتف ليكويد اللي هو زي الليكويد زي الاشي السائل عشان تناكل خلايا فيها اساسا زي الليبد فبتلاقوه لما تموت بصير اشي زي اللي سيح بالمخ فهذا الاشي هو بعملي ليكوي فاكتف نيكروسيس بصير عندي زي اللبن المخ تمام؟ يعني بصير الخلايا اللي ماتت زكئنها اللبن ماشي؟ هلا اللي فوق كنا نحكي عن سوليد اوريغان اللي هو الكو اكولتف نيكروسيس تمام؟ فبتلاقوه الخلايا بصموت بضل ناشف ومطبع مكانها اما هون لا بصير في بحر مكانها تمام؟ يعني بصير في عندي ليكويد خلينا نحكي هاي اقرأوا معاي انه بصير في عندي بنيخسر كل الشكل العام والمظهر ما رح يضل فيهندي اثر للخلايا اللي ماتت لا بالعكس هون رح يتعبى المكان ليكويد تمام؟ لانه احنا اساسا بالمخ كل الليبن خلايا ماتت بصير شو في عندي تجمع للسوائل هنا تمام؟ اوكي هلأ تحت نوع عنوان نيكروسيس اللي هو الكازيس نيكروسيس هلأ الكازيس نيكروسيس هادا وين ما تسمعوه دائما تذكروا مرض التي بي وتذكروا الرئة اللي هو مرض السل هادا كثير مرتبط بمرض السل دائما التي بي لما تصير تطيب الرئة بيصير في عندي شو؟ النوع خاص نص من النيكروسيس اسمه الكازيس نيكروسيس تمام؟ فبحقول لنا هذا is a form of necrosis mostly seen in foci of tuberculosis infection اللي هو مرض السل تمام؟ وبحقول لنا برضه كمان انه الماكروسكوب لو اشوفوا انا بالماكروسكوب لحلاء غرانيولومة شو يعني غرانيولومة؟ يعني عدة ماكروفيج شو جايين لماكروفيج جايين يعملوا لخلايا اللي ميتات تفهمتو كيف؟ فهون انا بكون في عندي multi nucleated gene cell خلية كبيرة بتكون multi nucleated يعني هاي بتكون حتى الها اسم تاني اللي هي لنقرها هي بتكون ماكروفيج كبيرة تمام؟ ماكروفيج كبيرة وهاي الماكروفيج الكبيرة جاي هاي تبلعم الخلايا اللي ماتوا هون بسبب tuberculosis اللي هو بسبب مرض الصلب فهاي اسمها جرانيولومة كتير مشهورة بمرض الصلب بنلاقي منطقة هيك مميز غريبة عن كل الرئة ليش بكون سببها؟ في عندي هاي البكتيريا اللي هي دات tuberculosis اجا حواليها ماكروفيج يبلعموا الخلايا اللي ماتت بسبب التيبي تمام؟ شو اسم الماكروفيج اللي هون؟ هي بتكون ماكروفيج عبارة عن اكتر من ماكروفيج اندمجوا مع بعض وصعهم يصيروا اقوى فبتكون زيك انها صارت خلية واحدة بس هاي الخلية كتير قوية ويعني هي عبارة عن دماج اكتر من خلية مع بعض فشمتوا كيف؟ فشو بنسميها؟ اللي هي الملتي نيوكليات الجينت سل اسمها لنقرهانز جينت سل اوكي؟ تمام هلا فينا برضو كمان نوع احنا بنسميه الفات نيكروسوس هلا هذا الفات نيكروسوس بالعادة بيكون زي ما تحكوا الأورغنز اللي كتير بتعاملوا مع الفات تمام؟ زي مين؟ زي البنكرياس، الأومنتم وبالسبك يوتينس تيشو السبك يوتينس تيشو اللي هي المنطقة تحت الجلد تمام؟ اكيد تحت الجلد بيكون فيه هناك كتير متراكم فات فأي منطقة فيها كتير فات وفيها كتير دهون بالجسم الموت تاعها هناك شو احنا بنسميه اللي هو الفات نيكروسوس تمام؟ فبيقولنا هون انه هون رايح الفات مثلا اللي تحت الجلد بصير فيه شو؟ بتحطم تمام؟ او الفات اللي حوالين البنكرياس الفات اللي حوالين الأومنتم الفات اللي تحت الجلد اي فات اي دهوم بالجسم تتحطم بهاي الاماكن احنا بنسمي الموت تاعها اللي هو الفات نيكروسوس هلا ممكن في بعض الحالات يندمج مع الكالسيوم اللي موجود بالدم ويعطيني مظهر زي مظهر الطبسور بيكون لونه ابيض احنا بنسميه اللي هو التاك وايت أبيض فالشاك وايت أبيض هذا بيكون هو زي مظهر الطبسور بيكون لونه ابيض بيكون بعد تفاعل الكالسيوم مع الفات نيكروسوس بيعطيني هذا المظهر بيكون لونه ابيض وعلى صور بسلاة داتكم وأنه نوع اللي بعده اللي هو الفيبرينويد نيكروسوس الى الفيبرينويد نيكروسوس هاي شو بكون فكرتها؟ لانه بكون في عندي ويعاء دموي وفي عندي ارتفاع بالضغط الدم هناك هلا ارتفاع ضغط الدم هناك اللي هو الـ hyper tension وهي المقسم لنوعين benign hypertension و malignant hypertension هلا الملكننت hypertension هو بيكون ضغط دم كتير عالي كتير كتير يعني أعلى من benign بيكون بسيط الملكننت بيكون كتير زيني فالملكننت حد هو اللي بيكون كتير ضغط دم كتير عالي فبصير يأذي جدار الوعى الدموي يعني هاي الوعى الدموي والخلائب الجدار الوعى الدموي بيكون يتم يتقذوا، فالشان هيكا بصار يموتوا، من كجر ضغط الدم اللي يخبط بالقوعية الدموية بصار الخلايا بشدة العقية الدموية بصار موت الخلايا اللي بصير هون بالقوعية الدموية خاص نص فيبرinoid Necrosis، هلا هون الخلايا بالوعية الدموية هيصار يموتوا هدا واحد اتنيين بصار يترسب فوقهم الفايبرين، فترسب الفايبرين، خلائنا نسمى هذا النوع من نيكروسيس فبرينايد نيكروسيس تمام فهون هاي في عندي هون دمويل الخلايا اللي جواتهم ماتوا من شو من كتر مدامة بيخبط فيهم الهايبرتنشن وهذا الاشي شو رسب فيهم الفايبرين فحسنا احنا سمينا فبرينايد نيكروسيس فبحكونا انها هاي ان ارتيريولز يعني بالقوعية دمويل كتير صغيرة وعند الناس اللي عندهم مليجنة هايبرتنشن اللي هو انو الضغط عندهم كتير كتير وبرتفع هلا هون المناعة رح تدفعلي هناك وممكن يصير في عندي هناك ترسب للانتجين بادي كومبلكس وبرضه كمان زي ما احكيانا رح يصير الفايبرين هناك يترسته بجوه البيعاء الدموي ويعمل لي نوع انوائي نيكروسيس اللي احنا شو بسميه الفبرينايد نيكروسيس اوكي هلا اخر نوع صح هذا اخر نوعيس اخر نوع من انوائي نيكروسيس اللي احنا بسميه الجانجريناس نيكروسيس هلا هاد شو فكرته هاد فكرته انه نفس مين الكواجراتيب نيكروسيس ان الخلايا ماتت تمام وبسبب الهايبوكسية وضلوا في اندي بريجيتر فاشن للاركيتكتر وكل حاجة طب شو اللي زيادة هون اللي زيادة هون ان الخلايا بعد ما ماتوا اجا حدا عاش جواهم منهم البكتيريا فخلايا ماتوا اجا فوقيهم عاش بكتيريا فهذا الاشي احنا بنسميه جانجريناس نيكروسيس فممكن احنا نعتبروه يعني نعم المال نيكروسيس منفصلة ممكن نتبعوه للكواجراتيب نيكروسيس بس احنا عنا لا دكتورة حطيتو نوع لحال اللي هو الجانجريناس نيكروسيس اللي هو نفس فكرة الكواجراتيب نيكروسيس بس بعد ما الخلايا ماتوا اجات بكتيريا عاشت فيهم فهذا الاشي بحكولنا انه clinical term refer to infarction يعني اول شي صار في عندي نقص تروية وصار في عندي كواجراتيب نيكروسيس بعدين صار superimposed يعني اجا فوقيه انفكشن باي السابروفيتك بكتيريا هلا شو هي السابروفيتك بكتيريا هاي بكتيريا هي عبارة نعم بكتيريا ما بتعيش إلا جوا تيشو الميت فهاي البكتيريا ما بتعيش اساسا إلا جوا تيشو الميت فهاي اندي اساسا كواجراتيب نيكروسيس بتيجي بتعيش جوا وبصير اسمو جانجرين نيكروسيس هلا في عنا دراي جانجرين اللي هاد بكون عند مرضه السكري اللي هو في عندي الديابيتس وبرضو كمان فيه Looking Hungerimage اللي هو بكون موجود عند وه هذه هيدو شو هيدو بيكون موجود عند الناس اللي عندهم اللي هو انيكروسز تمام جدا موضوع سهل ده هو هيا هيكا بيكون خلصنا الحمد لله شو خلصنا الموضوع النيكروسز اوكا هلا بدنا نبلش ن 아까ى عن الابوبتوسز الابوبتوسز 프려كري كثير سهل وكثير لطيف هلا احنا فرقنا وهان انا قبل شوي. اهم اشي انه فرقنا بينه. وبين الاببتوسس ان شا الله تكونواzub drastic speak Spanish مانیة وتنفخه المعروف فرق منيح بنا اصاب منك ان نحكي خاص نص عن الاببتوسس. هذه البعد لاببتوسس اهنا قلعنا ان تلموت حالها لحاله. كيف تلعقنا التوستم انا تلموت حالها حالها هاتب كيف تلعب ا تلموت حالها لحالها؟ هنا با مان دعدي انا طريقتين. طريقة احنا نسميها اعتنال وقلارę اكسترنسك والان حكى العذاب الصوروان مع اول شيء عن الانترينسيك باثوي الانترينسيك باثوي هون فكرتها انو بيجي اول شي تريجر من بره الخلية بحكي لخلية انها هي تموت حالها زي كيف اشي فيسيولوجيكل يعني انو الجسم بحكي لها موت حالك و اشي باثولوجيكل زي مثلا ديان ايدا ماشي رادياشن كذا هون هو بيجي لخلية بحكي لها انو انت لازم تموت حالك يعني هو هيك الموضوع بابلش طيب بعدين شو بصير بعدين يا اعزائي بصير في عندي بتتحفز نوع من انوار البروتينات والملكي والخلية احنا شو نسميهم بي سي ال تو فاميلي فهدوه ال بي سي ال تو فاميلي بتنشطو هون وبتحفزو حتى هم شو النشطوري مركبات تاني جو الخلية احنا شو نسميهم الباكس والباك فهون بتنشطو عندي الباكس والباك هلا بس يتنشطوا الباكس والباك بروحوا عند الميتوكنديريا وبحفزولي مادة اسمها ساعة كروم سي وبرضو كمان ابريق ابو بتوتيكي بروتين هلا لما يتحفزو هدوه الساعة كروم سي والبريق ابو بتوتيكي بروتين شو بصير بيتحفز عندي كاسكيد احنا شو بنسميها اللي هي الكاسبيز فبتحفز مركب عندي اسمه كاسبيز وهذا الكاسبيز ببلش يكسر بالساعة بالساعتو سكيليتون وبرضو كمان ببلش يكسر رجوع الخلية او بيعملي هدو الابو بتوتيكي بدي والخليف تبلش تموت تمام فهاي اول باثوي احنا شو بنسميها اللي هي الانترينسيك باثوي نعيدها مع بعض انه بتحفز اول اشي مين بي سي ال تو فاميلي بي سي ال تو فاميلي بتروح بتحفز بركبات اسمهم باكس اند باكس ماشي بروحوا على الميتو كنديريا بطلعوا منها ماد اسمها ساعتو كروم سي والساعتو كريم سي هذا بصير يحفز يحفز الكاسبيز والكاسبيز هذا هو اللي بيعملي هدو الابو بتوتيكي بادي انه الخلية بتصير تقسم حالها لأجزاء صغيرة ويسررهم شو فاقو ساعتو اصيز اوكي هلا هاي هي الاكسترينسيك باثوي الانترينسيك باثوي طعو نقرأ عنها هايها الانترينسيك متو كنديريا الباثوي هلا بحقول لنا الانترينسيك متو كنديريا البالميابلتي وزي ما حكينا بتزيد نفاذية الميتو كنديريا بتصير تطلع السايتو كروم سي والبريء ابو بتوتيكي بروتين هاي بحقول لها انه سايتو كروم سي زي ما حكيت لكم اللي هو هذا رح يشتغل انه يحفز الكاسبيز والكاسبيز بصير هو يحطم النوة ويحطم السايتو بلازم ويعملي الابو بتوتيك بادي والخلية بتصير موا transparent هلا بالنسبة بالنسبة الانترينسيك باثوي هلا هذا هاد كيف الانترينسيك باثويbستغin هلا هو أناka اول شي BEكون فيندي ريسبتر على الخلية طالما انا في ريسبتر على خلية لهاي الطريقةعلشان في يڣسيكيتر من برا في احنا سيمليناها而且سيك باثوي هلا هون ريسبتر هاد ش ريح يكون اسمه رح يكون اسمه, رح يكون اسمه اليائم ع ايبس ريسبتر او اليائم رح يكون اسمه immun فهاز اسم reسبتر هلا الاسبتر هات بيجي مثلا محفز من برا برتبط فيه طب بعدين بروح يعني بنشط بروتينات معينة وبعدين بصير فين دي بتنشط الكاسباز اللي هو نفسه بشوي تحفز بعدين هون هادا الاشي زي ما تحكوا بنشط الكاسباز والكاسباز بيشتغل شغلة زي ما اشتغلة بالانترينسيك باثوي بصير يحطم النوع يحطم الخليجة بشكل عام ويطلع الأمم تكبلي هدول ويروح يصير لهم شو فاقوسايتوس بحيطة كيباثوي شو بحكولنا عنها بحكولنا عنها هي which is activated by the activation of the so called death receptor بكون في عندي death receptor شو اسمه death receptor عنا هون كان الvas receptor او زي ما احكيت لكم tumor necrosis factor receptor هلا احنا بنشط هادا الريسبتر بعدين اللي بكون on the service of the cell membrane هلا هون الاجند راح يصير يلطبط فيه وهادا الاشي شو بصير يحفز لي زي ما احكيت لكم الكاسباز وبعدين بصير الخلية يتموت تمام فهيك احنا بنكون حكينا كيف الخلية بتموت بالأبوبتوسيس هلا بدنا نحكي عن الاسباب او الحالات اللي الخلايا فيهم بيموتوا بالأبوبتوسيس تمام؟ هلا فين دي حالات مرضية وفين دي حالات قبيعية للأبوبتوسيس هلا النيكروسيس كنا نحكي دائما بيثولوجيكل بس الابوبتوسيس لا ممكن يكون بيثولوجيكل وممكن يكون فيسيولوجيكل فبحكولنا انه هون the program destruction of the cell during imperial genesis هادا هو اول اشي imperial genesis معناها اثناء تكون الجنين في رحم امه تمام؟ فالفكرة هون انه خلال تكون الجنين في رحم امه راح يكون فيه ابوبتوسيس كيف يعني؟ يعني فيه مثال انه انا حكيت لكم ايام الفيديوهات للناس اللي حضرت الفيديوهات انه الانسان اول من ولد مثلا ايده بتكون كانت كلها ايد واحدة هيك تماسك تمام؟ بعدين ربنا خلى الخلايا اللي بيناتهم هيك تموت فصاروا هم خمس اصابع كنتو كيف؟ واللي هم بالاول كانوا كنت له واحدة كنتو كيف؟ حتى انت مثلا شكلك وانت جنين ومش ذوي شكلك هلا صار فيه صارنا نحتك من هون ومن هون ونضبط الاصابع وحيك كيف هاد الاشيو عن طريق انه بنوض الخلايا اللي بناتهم تمام؟ فهذا هو الامبريوجنيسس يعني يعني طريق الامبريولوجي وانت برحم امك اكيد صار فيه عندك خلايا تموت وخلايا عبتي وشو هكي تمام؟ برضه كمان الهرمون ديبريفاشن اللي هو انه مثلا نتقل الهرمونات زي كيف؟ زي مثلا بحالات المينيستر الساكل اللي هي الدورة الشهرية هون شو بكون سببها اساسا كل بساطة او بتوسس يعني الاندومتريام خلايا الرحم بتصير تموت ليش بصير خلايا الرحم تموت؟ لانه بطل فيه هرمون يعني بطل فيه اللي هي الهرمونات اللي كانت تتساد انتظلها عايشة رح يصيروا يبطلوا موجودات فبصيروا خلايا المبطن الرحم يموتوا وبصير فيه المينيستر الساكل اللي هي الدورة الشهرية تمام؟ عن طريق شو عن طريق الامبتوسيس بسبب قلة الهرمونات اللي كانت اساسا تغذي خلايا الاندومتريام وكام؟ تمام وبرضه كمان بعد موضوع اللاكتيشن هلأ معروف انه عند الفيميل المرضعة رح يكون فيها اندلارشمنت بالبريست علشان موضوع اللاكتيشن طب لنفترض خلص هذا اللاكتيشن والبابي كبر بكل بساطة المفروض البريست يرجع لحجمه الطبيعي هلأ كيف رح يرجع لحجمه الطبيعي؟ برضو عن طريق الهرمون انه رح يقل الهرمونات اللي كانت مثلا تزيد حجم البريست هذا اشي شو بعمل لي؟ بعمل لي ببتوسيس ببعض خلايا اللي كانت تزيد حجم البريست فبرجع حجم البريست برضو كمان برضو كمان شو يعني هذا الحكي؟ يعني نفس مثال الار بي سي دهي من خلايا الدم الحبراء خلايا الدم الحبراء حكيين انهم كل 120 يوم بصوروا شو يموتوا لحالهم؟ فزي هيك نفس موضوع اللي هو انه هون مثلا انا في عندي كمية معينة من الخلايا لازم تكون بالجسم ما لازم انا اضل بس اضيف خلايا لأ بضيف وبموت عشان اجدد صح؟ طاعة دهي المقصود فيها بهاي النقطة برضو كمان موضوع برضو كمان موضوع هاي مكتوب تحت عندكم زي الليمفوسايت والنيوتروفل وهكذا هلا مفوض انه انتو دارسين انفلميشن للناس اللي مش دارسين انفلميشن احنا فيها نختراع بالحياة اسمه الالتهاب والالتهاب اللي بيقودهم من خلايا التهابية فالفكرة هون يا عزائي ان الخلايا الالتهابية مثلا بيدخل بكتيريا فيروس ايش على الجسم بتروح النيوتروفل بتصير تهاجمه تمام؟ طب لو نفسها هاجمته وخلصته وقضيت عليه انا كذا نيوتروفل مائي اللي داعي اضل هناك فبصير اموت حالي الحالي عن طريق الابوبتوسيس فبعد ما يخلص المناعة و بعد ما تخلص مثلا الهجوم على هاي البكتيريا او هايك الخلايا المناعية بتصير اموت حال هالحاله عن طريق الابوبتوسيس تمام؟ فهدول هم الخمس situations اللي بكون فيهم يعني ابوبتوسيس بحالات فيسيولوجي بتكون بحالات طبيعية هلا بحالات مرضية كيف ممكن يكون الابوبتوسيس ازاي ما حكيتلكو قبل شوي دايما اذا انا كان في عندي خلية عادي تكسر سايتو بلازم والميمبرين والميدوكنديريا والميمبرين بعدين النواة تكسرت ومعتت الخلية هاد ام بسمين اما لو راحت دمجها كديرك تروح على النواة وكسر ليها وخلص الخلية معتتها هاد انا شو بسمين بالعاعدة فاي موت خلايا بكون فيو دمج اول اشي مثلا بسبب الرادياشن مثلا تمبريتشر هاي بوكسيا مش عارف شو اي اشي او اي اشي بستهدف ديئن اي بالاول بكون بالعادي بموت الخلية عن طريق الاوبتوسيس برضو اللي هي بروتينات زي ما تحكو بتعرفوا انت اللي بصير للبروتينات بتكون تيرشري وبريمري وبصر شو فهاي برضو البروتينات ازا ما تطنعت طريقة صاح وصارت تتعكم جو الخلية فهون الخلية بتحس انه متراكم فيها كتير خلايا مش كتير خلايا اني خلية بتحس انه كتير متراكم فيها بروتينات تالفة فبصير تموت حالها عن طريق الاوبتوسيس وبرضو كمان بسبب الفيروسات ممكن الفيروسات بالعادة لما تموت الخلية تموتها عن طريق الاوبتوسيس مش عن طريق الاوبتوسيس لاصباب والشغلات اللي انا حكيت لكم بيها بالفيديوهات الطويلة وبرضو كمان هون في عنا الاتروفي مش حكيانا الاتروفي بكون فيو نقص بعدد او حجم الخلائة فاذا كان في عندي نقص بعدد الخلائة معناها انه في خلايا بتموت طيب كيف بتكون تموت عن طريق الاوبتوسيس اوكي تمام هلا بالنسبة للمورفولوجي تاعت الاوبتوسيس كيف بتكون الخلية اللي ماتت بالأوبتوسيس هلا اول اشي بتكون بتكون بيضوية لدائرية يعني بكل بساطة يعني مظهرها طبيعي معناها انه مش مشاربك اللي طالعوا الناس له هيك لا مظهرها طبيعي وعادي تمام وذ انتنسيتي ازينو فيلك سايتو بلاس يعني برضو هون كمان سايتو بلاس بيكون ازينو فل يعني بيكون لونه زهري زي مين زي الاخود نيكروسز وزي الريفيرسابل كلهم بيكون فيهم سايتو بلاس ازينو فل ما في ولا واحد فيه بيكون بيزة فل تمام اوكي وبرضو كمان هون النيوكلياي بيكون فيها كروماتين كوندنزيشن يعني المادة الوراثية بتصير تتكتل عبعض وبصير في اندي كاريو ريكسز كاريو ريكسز يعني المادة الوراثية شو بصير فيها تتكسر وتتكسر وتتحطم اوكي تمام ورح يصير اخر شي يطلع معي الابوبتو تيك بادي اللي رح يصير لهم فاقو سايتو سيز اللي هو زي ما حكيناها فوق هون انه هاي الخلية بتصير تتقطع على قطعة صغيرة اللي هم يهضر الابوبتو تيك بادي اللي بصير لهم بالاخير شو فاقو سايتو سيز هلا بس بضل اخر شغلة ممكن احنا نحكيها عن الابوبتو سيز اللي هو الرول اوف بي 53 جين ان ابوبتو سيز تمام اهم جين اساسه ممكن يكون عندك انت كانسان هلا هو هو وظيفته انه يموت الخلايا طب كيف هو اهم يعني جين بجسمك بس هو بنفس الوقت جين بموت الخلايا كل بساطة لانه هاد هو اللي بموت الخلايا في حال حبت تنتقل وتصير خلايا سرطانية طبعا هاد الاشي مشروح بسلايدات بس انا ما حبت اكتبلكم الفقرة لانه هو ملف مراجعة بس انتو افهموا فكرتين دكتورا ما رح تتعلكم عنه كثير شغلة سبسيك بس الفكرة انه هادا الجين هادا بكون الخلية وهي عم تنقسم في حال حبت تتحول لخلية سرطانية فهادا الجين اللي هو البي 53 بيحكي له هادا ايوة انت شكلك مش طح روح بموتيلي حالك عن طريق الابوبتو سيز فهون اي خلية سرطانية اي خلية ناوية تتحول لخلية سرطانية ضروري احنا نموتها بالعكس تموتها هون كثير من صالحنا ان احنا نموتها عن طريق الابوبتو سيز فاذ هادا الجين خرب معناها انا اي خلية بالجسنueller تحضر تحدي تروح وتعمل سرطانات ما رح تلاقي مينة موتها لهو البي 53 عشان هايكة لهي سير في عند المرضى شور لهي سير في عند المرضى سرطانة هلا هيك نحنا لهون بنكون خلص هاي الصورة اللي احنا حكينا انه بكون في entre 3 وهم vier و حكينا انه انه بكون في feniye como divi وشرحناهم وبعدين حكينا عنdos وبرضو شرحنا نائ Ingrosis هنا بضع في هنا اخر موضوعين اتخذ على هذا الشابتر اللي هو الموضوع الاخير اللي هو كان و هاي القصص و برضو كمان اللي هو المكنزم تاعت السلدث و اللي هو الشابتر اي تنك اللي كان الرابع فعدول الاثنين فراح بدي اشرحهم فيديو تاني علشان ما حبيت اقتع لكم افكاركم هون بالتسلسل اللي مشينا فيه من الدابتاشن ديس الانجيري اللي ريفيسبل و ريفيسبل قد لك شوي موضوعهم بحسها شوي بعيدة فالهون خلاص ننهي هذا الفيديو ان شاء الله انكم كتير مفيد اعطوني feedback و اول مرة بصدر زي هيك ايضاكم و ارفعا فيه اسلام عليكم